جمهور الاهلي في كل مكان جمهور الاهلي اللي على الحلوة والمرّة معاه أهلا بيكم في حلقة جديدة من الاهلي خطة أحمر أهلا بيك يا أسان أهلا بيك يا فارس وأهلا بكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان أهلا بأعظم جماهير في الكون سيد القرى الأفريقية النادي الاهلي سيبقى دائما رقم واحد إن شاء الله وعشان النادي الاهلي رقم واحد فلازم نفتكر حاجة وما ننسهاش سنة 1976 وتحديدا في 21 مايو يعني من 45 سنة كان النادي الاهلي بيحتفل بالدورة 13 في تاريخه أيوة من 45 سنة كان النادي الاهلي بيحتفل بالدورة 13 زي ما تقال بفضل الخطيب الفنان وزملائي بس مش دي الحكاية القصة مش في ان انت بتحتفل بالدورة 13 من 45 سنة القصة ان الدورة ده كان وراه حكاية واحد من أشرف وأنبل الدوريات في تاريخ النادي الاهلي دوري حلال بجد النادي الاهلي في الموسم ده كان الموسم مقام على مجموعتين النادي الاهلي تصدر مجموعته وانتظر الفائز من مجموعة الزمالك والمحلة اللي كانوا بيتنفسوا لحد الجولة الأخيرة والزمالك محتاج يكسب المحلة على ملعبه الزمالك بيلاعب المحلة والجمهور منتظر ان الزمالك يتفوق المحلة بيسجل هدف في الديئة 5 لعمر عبدالله وهدف للشناوي في الديئة 25 في الديئة 26 طوبة بيتيجي في رأس عمر عبدالله عشان الدم يسيل منه ولاعب المحلة نتيجة إصابته بيقرر الحكم رزق شحاتة انه هو لا يستكمل المباراة كل الناس اعتقدت ان الملعب ملعب الزمالك والمتفوق كان المحلة والجمهور جمهور الزمالك واللي اتضرب كان من المحلة النتيجة الطبيعية احتساب المحلة فائزا بس ده ما بيحصلش اللي بيحصل ان اتحاد الكورة اللي كان فيه حسن عامر وكيل اللي اتحاد ورئيس نادي الزمالك بيقرر قرار غريب جدا وهو ان الاسبوع اللي بعده تقام المدة المتبقيها من مباراة الزمالك والمحلة المحلة بيرفض تماما لانه صاحب حق وبيهدد باللجوء للقضاء المجلس الاعلى بيتدخل وبياخد قرار ان اتحاد الكورة قراره لا ينفذ اتحاد الكورة بيحاول يخرج من المأزق ويقول انا مش مستكمل المسابقة كلها في موسم 76 النادي الاهل بيرفض لان ده اعتداء على حق صريح لي وهو بطل مجموعته وحامل اللقب الموسم اللي قبلها مش كده وبس اتحاد الكورة بيحاول يخرج من المأزق ان تعالى النادي الاهلي بطل الدوري باعتباره متصدر مجموعته وبطل الموسم اللي قبله هنا اي واحد فينا واي واحد طبيعي هيقول ان ما فيش مشكلة ان انت بتمنح لقب دوري وانت مش طرف في الازمة النادي الاهلي بيرفض لانه بيسعى لبطولة حلال بجد وبيتضامن مع المحلة في مطالبه ونتيجة ده اتحاد الكورة ما بيلاقيش مفر غير انه يعمل مباراة فاصلة بين الاهلي والمحلة بيتفوق فيها الاهلي واحد صفر واربع صفر وبنحقق الدوري التلاتاشر اللي اهم من رقم تلاتاشر هو ان بطولة النادي الاهلي جسد فيها يعني ايه دور حلال يعني ايه مبادئ يعني ايه شموخ وكبرياء النادي الاهلي يعني احنا مش عايشين على شعرات كل الدوريات اللي خدها النادي الاهلي يا فارس كلها دوريات النادي الاهلي خدها بتاعها وبجهد وبعناء وبتفوق كاسح على منافسية الطوبة اللي ترمت في موطش الزمالك وغزل المحلة 76 فجرت الازمة في معسكر نادي الزمالك فقرروا عدم الاشتراك في مسابقة كاس مصر او عدم استكمالها اعتراضا على القرار سبحان الله بعد سنتين بالزبط نفس الطوبة في موارد الزمالك والمحلة عشان تيجي تمنح نادي الزمالك وقتها مسابقة الدوري العام سنة 78 بهدف اعتباري ده غير طبعا الغاء هدف للنادي الاهلي في المباراة الاخيرة امام غزل المحلة محدش عارف لغاية دلوقتي هو تلغى ليه من تصويبة للاعب الاهلي جمال جودة في دلوقتي طبعا اللي كان الزمالك بيلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيلية وكانت الاخبار بتتناقل بالراديو وطبعا الاهلي جاب جول في التاني في التالت في الرابع في المباراة هناك في الاسماعيلي الكابتن قسامة خليل كان نفسه بقى هداف لأ ان بين الشوتين الامر مش مستحق ان هو يكمل المباراة فاز الزمالك 2-0 وفاز بفارق بفارق هدف اعتباري في مباراة الزمالك والمحلة عادة الطوبة معانا في مباراة الزمالك شهيرة جدا زي بالضبط طوبة رضا البلتاجي ايضا في مباراة الزمالك والمقاولين كان الزمالك متأخر بهدف ولكن رضا البلتاجي بتيجي كنز فيه او كان في وجهه من مدرج نادي الزمالك وكلنا عارفين ان نادي المقاولين مالوش جماهير وبيكون القرار اعادة المباراة في الوقت اللي المفترض يكون القرار احتساب نادي المقاولين فائزا للدرجة اللي الكابتن رضا البلتاجي بعد سنين طويلة جدا لما طلع وقال لو كنت تعرف ان اتحاد القرى هياخد قرار بعادة المباراة انا كنت استكملت المباراة انا لما ألغيت المباراة كان القرار هو فوز المقاولين العرب لكن المباراة دي كانت قبل مباراة نهائي نادي الزمالك في ابطال الكؤوس امام كانون يويندي فكان المفترض ان انت تهيأوا نفسيا للعب المباراة دي حكاية طوبة وحكاية دوري 13 خدناه من 45 سنة وحكاية النادي الاهلي اللي ما بيقبلش ان ياخد بطولة غير بتعبه وبجهده وبجهد العبي وجهازه الفني ودايما الدعم الاول والاخير والسند هي جماهير النادي الاهلي دوريات كتير بتيجي وبتروح لكن سيبقى النادي الاهلي دائما رقم واحد هنتكلم كتير في الدوري ده لكن كان فيه سؤال بيتم طرحه من قبل البعض وبيتحدث يمكن من السؤال ده بيقول معلومة كمان ان بطولة الدوري الحالية هي اهم من بطولة دوري ابطال افريقيا ده اللي تقال بالفعل حابين نفكرهم بصورة توضح لنا هو فعلا بطولة الدوري المحلي اقوى واهم من بطولة دوري ابطال افريقيا ولا البطولة اللي بيحصل عليها المنافس هي دايما اعلى وافضل بطولة في العالم حتى لو كانت بطولة سوبر مصري سعودي احنا هنا بنقدر البطولات قدرها وعارفين كويس اوي ان دوري ابطال افريقيا رقم واحد وهو التارجت عند اي فريق افريقي ثم يأتي بعد ذلك الدوري المحلي لكن لما يطلع يتقال ان الدوري المحلي اهم من دوري ابطال افريقيا ياريت يا جماعة تعرضو لنا الصورة عشان نوضح هو بالفعل لما الدوري المحلي اهم من دوري ابطال افريقيا الفريق المنافس للنادي الاهلي في المباراة دي ما حضرش الملعب ليه الباص بتاعه اتأخر ليه هل عشان فعلا عد على بنزينة ياخد شوية يعني عصاير وشوكولاتات يعني الموضوع كان ايه الموضوع كان ليه لما هو الدوري المحلي اهم ما حضرتش ليه مباراة في الدوري المحلي لان كان عندك مباراة على حسب ما تم ترديده من المسؤولين ان كانت مباراة الترجي التنسي فبالتالي كنت محتاج اريح لعبتي لمباراة دوري ابطال افريقيا لو انت شايف ان بطولة الدوري المحلي اقوى من بطولة دوري ابطال افريقيا فانا بطل البطولة دي تاريخيا اتنين واربعين بطولة اما لو انت شايف الطبيعي والمنطقي ان دوري ابطال افريقيا هو اهم من بطولة الدوري المحلي فانا برضو صاحب الرقم القياسي في البطولة دي بعشر بطولات شوف انت حابب تكون اي بطولة هي الاقوى هتلاقي النادي الاهلي رقم واحد فيها النادي الاهلي هو رقم واحد كان وصي ظل بس رسالة لجمهور النادي الاهلي وهي رسالة مهمة انا عارف كويس قوي ان انت زعلاء وده شعور طبيعي وده شعور لا يمكن مشجع داخل القرى يكون بيتمتع به الا مشجع واحد فقط هو انت ايو انت عارف ليه لان ما فيش حد عنده القدر ده من الرغبة في حصد البطولات غيرك انت كمشجع للنادي الاهلي اي فريق وانا بحط تحتها مليار قط اي فريق داخل القرى باستثناء النادي الاهلي لو محقق حاليا اتنين دورة ابطال افريقيا وبطل الدوري والكاس السابقين وبطل السوبر الافريقي وعلى انتظار ان هو يلعب كاس عامل الانبياء جديد وسوبر افريقي جديد كان بقى شايف ان طبيعي جدا تفقد بطولة بس احنا عندنا ده مش طبيعي احنا عندنا النادي الاهلي بيكسر الطبيعي النادي الاهلي استثناء لكل قاعدة وده اللي بنحافظ عليه بس وانت زعلان خليك فاكر ان الحتة الادنى والاقل في طموحك هي سقف طموح المنافس اللي نفسه يشب عشان يطوله انت متخيل انه نفسه يشب عشان يطول اقل حتة في طموحك الفارق كبير ازعل وحب ان فريقك دايما يكون بطل لان احنا ما نعرفش غير كلمة البطل بس افتكر اقل حتة في طموحك هي اعلى حتة في طموحك ولسه الدوري في الملعب فارس وده اللي اعتدناه في النادي الاهلي حتى لو كانت الامور شبه مستحيلة حتى لو كان خلاص الامر ما بقاش بيديك ولكن حتى هذه اللحظة رقميا الدوري في الملعب لكن لو هنتكلم بجد الدوري خلصان من بدري واللي كان شايف الصورة كان شايفها من بدري واحنا كنا شايفينها من بدري ومن بدري اوي وتكلمنا فيها من بدري اوي لكن عندنا شيء اثرنا فيه بالتأكيد عندنا سلبيات حصلت في الفريق بالتأكيد هنستعرض كل ده لكن مش هنفوت ابدا اننا نستعرض من وجهة نظري اللي حصل من التحكيم المصري الموسم ده لا يصنف الا جريمة قروية لن ينساها التاريخ الموسم ده هو موسم تاريخي 2020-2021 البعض بيتحدث وبيقول ان الفخر ان اول بطول الدوري اقتربت من المنافس عشان التحكيم كان فيها بالفار احنا من بدري اوي تكلمنا عن الفار وهنا استعرض كل ده لكن كمان النادي الاهلي حقق اتنين دورة ابطال افريقيا في وجود الفار حقق برونزية كاس العلم اندية في وجود الفار الدوري الماضي يمكن نصفه التاني بس هو اللي كان فيه فار ولكن القصة كلها في المعيار هل الفار فعلا اتطبق صح هل الفار فعلا ما كانش فيه اخطاء جسيمة بالشكل ده لو عايز تقارن بين دوري 2020 و2021 ما ينفعش تقارن بأي دوري سابق ليه لان الاخطاء التحكمية لما تكون عندك تاخد القرار في لحظة غير لما يكون عندك القدرة انك ترجع اخطائك وترجع الهدف وترجع ركلة الجزاء وتقعد اربع دقايق وخمس دقايق وفي النهاية تختار القرار اللي ضد النادي الاهلي ما ينفعش ابدا مقارنة بين الموسم ده واي موسم تاني عشان كده الموسم ده موسم كاشف وانا على يقين ان الموسم ده مش هيتكرر هو كان موسم عبارة عن موسم راح الدوري للمنافس او في طريقه للمنافس لكن استحالة هيتكرر استحالة هيتكرر لو احنا كمان ساعين انه ما يتكررش وده مهم جدا لان كلنا كلنا بلا استثناء كان عندنا تخوفات حاولنا عملنا اقصى ما في وسعنا عشان في اوقات كتير جدا نوصل الرسالة دي كل واحد عمل دوره وكل واحد حاول يوقف ده ولكن يبدو ان كانت ارادة اخرى اقوى من فكرة ان انت بتعترض طيب احنا كلامنا مرسل لأ وما تعودتوش معانا ان يكون ابدا كلامنا مرسل واحنا مش بتوعي الكلام المرسل عشان كده بدل ما تعترض على اي جملة هتتقال الاسهل جدا انك تقول هي ليه غلط او ازاي غلط وما تكتزقش لما تقال في 2019 ان الفار تطبيقه حيؤثر على ترتيب الفرق ايوا حيؤثر على ترتيب الفرق ولكن لما يبقى فيه 15 نقطة بيتحرم منها النادي الاهلي 13 نقطة بيستفيد بها المنافس اكيد كمان ده حط الجهاز الفني يا اسامة في موضع خطير جدا لان احنا بنعترف ان ما فيش شيء مثالي ولكن تخيل انت كنادي اهلي فارق على المنافس 28 نقطة لو الاخطاء دي مش موجودة هل تقييم المشجع بنظرة مجردة للمسم الخاص بالدوري وليس المسم بتاع الاهلي ككل كان هيكون نفس التقييم بالتأكيد لا بالزبط وده اللي احنا بنقوله وده اللي احنا هنقوله وهيكون هنقول كل اللي لينا وهنقول كمان اللي علينا لان احنا هنا بنصحق اخطاءنا اول باول ولكن بعد الفاصل انتظرونا وفقرات الاهلي خطاء مرجعنا لكم برنامج الاهلي خطاء احمر طبعا زي ما اسامة زميلي قال لكم التحكيم له واقفة مهمة جدا معنا النهاردة ولكن عمرنا ما كنا بنحط راسنا في الرمى واي شيء سلبي بنشوفه والشيء الايجابي بنشوفه ختمنا قبل الفاصل بجملة مهمة جدا ان لو كان فارق النقاط الناتج عن اخطاء تحكمية لم يتحقق كنت انت هتشوف الموسم بشكل مغير تماما وكنت هتقول ساعتها ان كويس قوي وسط الضغوط وسط ان انت بتحقق البطولات الافريقية الموسمين على التوالي ووفقا لحاجات كتيرة جدا فيها ضغط مباريات وعدد كبير جدا من المباريات ما فيش منافس لعبه كنت هتقول كويس قوي وان ده فارق نقاط استثناء ولكن مع ذلك احنا بنقولك ان في حاجات محتاجين نقف عندها بس المهم زي ما قلنا لكم قصة الطوبة في البداية في حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها مستر منوي الجزيه لما جاه في ولايته الاولى حقق دوري ابطال افريقيا اللي كان غايب عن النادي الاهلي على مدار سنين من 87 ما كانش النادي الاهلي حقق دوري ابطال افريقيا خسر الدوري في الجولة الاخيرة لصالح الاسماعيلي وكان فيه في مباراة الاهلي والاسماعيلي خطأ شهير جدا للحكم الاسباني اثر على نتيجة المباراة ايه اللي حصل مستر منوي الجزيه مشي بعدها طيب حققنا حاجة لأ تراجعنا ميت خطوة الورى في افريقيا خسرنا من رينجرز النيجيري رب ربعية حققنا نتاج سلبية في الدوري المسيمين بنخسر الدوري طيب الدرس المستفاد من ده ايه انك ماينفعش تكرر اخطاء الماضي ده الرسالة اللي لازم نفهمها مستر بيتسو مسماني لازم نربط بدا في نقطة جيدة جدا محقق بطلتين دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي تالت عالم للاندية وعنده بريسيزون يقدر يعمله بالدعم اللازم عشان فعلا نشوف الاهلي مختلف ولكن التباين يا اسامة اللي انت مختلف معايا فيه ان فيه تباين ما بين النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا والدوري المصري ولا انت شايف ان ده طبيعي نتيجة الاخطاء التحكمية اللي حصلت وضغوط المباريات لان كل محد تتناقش معاه مفيش ناس بيتفق على رأيه ده بص خلينا نتفق بس الاول ان فيه بالتأكيد سلبيات وفيه تباين بين بيتسو مسماني والاهلي في دوري ابطال افريقيا وبيتسو مسماني والاهلي في الدوري المحلي هنستعرض الاسباب اللي وصلنا فيها لبعض الاخفاقات ولكن لازم نبقى فاهمين ان بيتسو مسماني جاي من دوري في جنوب افريقيا لو رحت رجعت اخر الدوري حص على ليه بيتسو مسماني هتلاقي فيه عدد من التعادلات حوالي 7 او 8 عدد من الهزائم 4 او 5 ومع ذلك هو بطل الدوري فبالتأكيد هو جاي بالخلفية دي ما اعرفش ان الدوري المصري او النادي الاهلي في الدوري المحلي ما ينفعش يقصر عدد المراد ده بل بالعكس احنا بنعمل او بنشتغل على اننا ناخد الموسم وناخد درع الدوري بدون اي هزيمة كمان عدد تعادلات كبير لكن الاصعب كان كمان افرس عدد الاهداف اللي تلقاها النادي الاهلي في الدوري كان كبير عدد المباريات اللي الاهلي تلقى فيها اهداف 20 مباراة ده رقم كبير جدا لما تيجي تكرنوا بالموسم الماضي انت استقبلت 8 اهداف في الموسم بالكامل اكيد كان عندنا ازمة مع الدوري المحلي لكن الازمة دي هنستعرض اسبابها سواء الاسباب الخارجة زي التحكيم اسباب الضغط اسباب كمان تخص الفريق طيب تعالوا نروح لحاجة تخص السبب الفني لما تيجي تقيم مدرب فيه حاجة اسمها البوينتينج ريت معدل تحقيقه للنقاط لما نيجي نبص على مسيرة موسماني مع النادي الاهلي هنشوف في الدوري العام 36 مباراة 24 فوز 10 تعادل 2 هزيمة ده اقل بوينتس ريت لموسماني مع النادي الاهلي طيب في دوري ابطال افريقيا 16 مباراة 12 فوز 3 تعادل وهزيمة واحدة فقط وده من افضل المعدلات الفنية للمديرين الفنيين اللي تولوا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا على مدار الموسم الاخير طيب كاس مصر 4 مباراة 3 فوز 1 تعادل كاس العامل الانديا 3 مباراة 1 فوز 1 تعادل 1 هزيمة وهي من اقوى المباراة حق السوبر الافريق طيب عشان تفكر وتشوف ايه السبب بتاع الاختلاف الدوري انت لازم تقيم بموضوعية بعيدا ان فيه جزء زي ما قلنا ليه علاقة باسباب خارجة عن الاسباب الفنية بس كمان فيه جزء فني وده لازم نعترف به اسامة قال نقطتين مهمين جدا معدل استقبالك للاهداف حاجة تانية قالها دوري جانوب افريقيا 2019 مثلا الموسماني عنده خمس هزيم وتمن تعادلات وهو مش اقوى هجوم ولا اقوى تفاع ومع ذلك حق الدوري بفارق ضائل من النقاط عن كايزر تشيفز اذا ده اللي لازم نوصله كحالة انت بتقيمها ان الخلفية الزهنية لمسماني في دوري ابطال افريقيا في حاجة جماعة اسمها نوهاو هو عنده النوهاو بتاع دوري ابطال افريقيا راجل متمرس في ده اما بطولة الدوري المصري طبيعي جدا انه هو ليس عنده خبرات تراكمية فيها وزي ما قلنا ده حصل مع مدرب بقدر منوي الجزء قبل كده فلازم نعرف ان الراجل شغال على ده كمان عدد المباريات وسلسلة المباريات المتتالية في الانتصار ده هو ما كانش فاكر انه هيكون بالتأثير ده مسماني كمان بدأ يفطل لفكرة التباين بين الشوطين وحاجة مهمة جدا هي من اهم عيوبنا في الدوري المسم ده وهي التغييرة بتاعت الارتكاز التالت يا اسامة اللي اثرت علينا تخيل ان التغييرة دي كانت من اهم اسلحتك في دوري ابطال افريقيا لان انت قصاد فرق كل شخصيتها في دورياتها ان هي بطل مهما كان مستوى الفريق هو عنده ثقة انه يقدر يهاجمك ويقدر يسجل فيك على عكس الدور المصري انت بتدي خلفية نفسية للفرق ان بنزول ارتكاز تالت وانت متقدم هو كده يقدر يهاجم النادي الاهلي وبتدي شخصية للعبين ان انت محتاج تدافع او تحافظ عن نتيجة شفنا في المباراة الاخيرة لما حاب يغير حمدي فتحي نزل ديانج هنا موسماني في رأيي وعد درس جيدا فنية بالتأكيد يا فارس وطبعا زي ما اتكلمنا فيه فوارق كبيرة جدا بين الدوري ودوري ابطال افريقيا او البطلات الخارجية واعتقد بيتس موسماني الموسم ده هيكرره بس بشكل افضل من النواحي الدفاعية بشكل افضل من عدد المقرات اللي هتقدر تحافظ فيها على انظافة شباكك بشكل افضل حتى بفكرة التغيير وفكرة انك عارف وانت بتلعب في الدور المصري مش محتاج في كل المقرات او في معظم المقرات او التغييرات ان انت تجيب جول وتحافظ عليه يمكن الاستهلاك البدني اللي تم اللاعبين خلال الموسم اللي لعبه بعد العودة من كورونا وتحديدا من 6 اغسطس حتى مباراة المصري 74 مباراة لما تيجي تقارن بالمنافس اللي بطريقه للدوري لو فاز في المباراة من المباراتين هتلاقي لعب اثنين او تلاتة وستين مباراة ففرق 11 مباراة كبير جدا لكن بيتسو مسماني قدر لو انت بتقيمه بشكل او باخر ما تشوفش فقط الدوري لازم تشوف ايضا بطولاته الراجل اللي قدر يحقق اثنين دوري ابطال افريقيا اللي قدر يحقق كاس مصر اللي قدر يحقق برونزية كاس العامل اندية وكمان قدر يحقق سوبر افريقيا مش كده وبس بيتسو مسماني في افريقيا متمرس في فكرة الفوز خارج الملعب اكاد اجزم ان دي افضل نتيجة لمدير فني جا قاد النادي الاهلي في عدد الفوز في المبارات الخارجية في فترة زمنية قليلة جدا بيتسو مسماني قدر يفوز على الترجي في ملعبه الوداد في ملعبه قدر يفوز على كايزر تشيفز في مباراة او في ارض محايدة لعب اتناشر مباراة سبعة فوز تلاتة عادل هزمتين فقط لغير واحدة من سيمبا التنزاني واحدة من بايرن وسجل ستاشر هدف واستقبل ستة الارقام دي تشعرك لو الارقام وانت بتلعب قدام ابطال هي ارقام فريق بيلعب على ارضه مش بيلعب خارج ارضه فدي ارقام لازم تسجل لبيتسو مسماني عارفين ان فيه سلبيات ده بالتأكيد واحنا عايزين نوصل هي ليه سلبيات لازم نسأل السؤال هل المدير الفني فعلا ممكن يكون غير موفق في مباراة واثنين وتلاتة فرس هو وارد وكمان احنا لازم نحط ايدينا على المشكلة بجد زي ما احنا تكلمنا عسامة في اسباب موضوعية احنا هنا جماعة ما بنقش فكرة ان الدنيا كلها سالسة وان الدنيا كلها ما فيعيش مشكلة لا مسماني عنده تجربة لازم انت كمشجع تكون عندك العين الناقضة صح غضبك ما يسوقكش في فكرة ان يلا نهد ونبدأ الجم الاول وفي نفس الوقت ما تبتكرش ان كل حاجة مثالية لانه عمرك ما هتطور من نفسك مسماني نفسه لما رد على احد المشجعين رد رد عبقري جدا ان انا شاكر ان انت اديتني فرصة تانية او ان انت بتصق فيه ان انا عندي قدرة ان انا عمل افضل وده مهم ان انا عندي قدرة ان انا عمل افضل يبقى اللي انا عملته ده هو مش افضل حاجة عندي هليني بقى اقول حاجة بخصوص موسم الدوري اللي لاننا يعني متأخرين عن المتصدر كتير او بعض من جمهير النادل الاهلي شايفين ان احنا قدمنا موسم سيء على مستوى الدوري تعالوا نتكلم بهدوء انا كنت بس ألفارس بقوله هل المدير الفني ممكن في موسم او في مسابقة يقدم مباراة او اتنين او تلاتة يصحبوا فيهم عدم توفيق اوارد جدا وبشوف ده طبيعي جدا واديكم مثال بسيط جدا مع نفس المدير الفني مع نفس اللاعبين دوري ابطال افريقيا كلنا شفنا مباراة الاهلي وفيتا كلب في القاهرة تقريبا 25 محاولة على المرمى كان فيها رعونا جديدة جدا وخرجنا بمباراة غير موفقة وتعدلنا اتنين اتنين وكان مستقبلنا في البطولة في مشكلة خاصة انت ده غلبت كمان في مباراة سيئة فنيا لما لعبت بتلات ارتكاز امام سينبا تنزاني برا ملعبك واحد سفر فاصبح عندك ايضا مشكلة فنية ومشكلة كمان في النتائج ولما رحت تلعب مع المريخ السوداني تقريبا كلنا شفنا الشرط الاول مش نسخة النادي الاهلي ولا اقل نسخة للنادي الاهلي اخر خمسين وكنا ممكن نتعرض لهزيمة بسلسية لولا رقلة الجزاء اللي خرجت برا المرمى من لعب المريخ السوداني فقدمنا تلات مباريات كل شيء كان سائق فيها فنيا توفيق من اللاعبين مش موجود كمان رعونا الجهاز الفني وتغييراته لدرجة ان احنا لعبنا موتش سينبا ببعض التغييرات باربعة ميت فيلدر في حاجة ما شفتاش قبل كده فبالتالي كان فيه حالة عدم توفيق للموديل الفني واللعبين وصحبة كمان نتائج سيئة لكن عملنا ايه في النهاية قدرنا انحق البطولة ليه قدرنا انحق البطولة لان توفر مزيد من العدالة ومزيد من تكافؤ الفرص فقدرت ان انت تلم نفسك بسرعة وانت فريق بطل فقدرت تتحقق البطولة في وجود فار وعدالة تحكمية شفناها بشكل واضح جدا كم مباراة انت بقى ملعبتش فيهم كويس ثلاث مباراة من اصل كم مباراة من اصل 13 مباراة في دورة ابطال افريقية يعني تقريبا 25% من مباراةك في البطولة انت كنت غير موفق لما اجي اقول ان انا في بيرامدز والبنك الاهلي والجونة والمباراة اللي كلها وسموحة المباراة اللي كلنا عارفنا برغب ان احنا قدنا في المباراة سموحة افضل من افضل الاداة اللي قدمناها في الدورة كلها حلفنا فيه او صادفنا عدم توفيق واللعيبة كانت فيه رعونا وكان فيه استهتار وده كله موجود في كرة القدم في النهاية اربع مباراة من 32 مباراة لعبتهم هل ده طبيعي انك تحمل اللاعبين والجهاز الفني فوجدان الموسم بر الصورة الكاملة اللي احنا نتكلم فيها المرسون بتاع الدوري اتحسن في المباراة الاخيرة انت عارف الاهلي لعب كم مباراة بعد انتهاء لقاف الدوري 15-6 حتى عشرين تمانية او واحد وعشرين تمانية الشهرين دولت النادي الاهلي لعب 16 مباراة 16 مباراة ما بين دوري ابطال افريقيا والدوري المحلي المنافس لعب كم مباراة من 15-6 لعشرين تمانية 8 مباريات انت بتلعب بمعدل 8 ماتشات في الشهر هو بيلعب بمعدل 4 مباريات في الشهر وبنتكلم عن تكافق فرص وبنقول لي ماتش الجونة واسموحة يتأجل من الخميس للسابت عشان يبقى فيه تكافق فرص اي تكافق فرص اللي بنتكلم عليه اي تكافق فرص 16 مباراة في شهرين انا بقى بدأ طقع امتى وافقد الصدرة بتاعتي في الماتش رقم 13 مدى بديهي مباراة الاسماعيلي كانت في المباراة رقم 13 في الوقت اللي كان المنافس لعب 4 مباراة لسه من 15-6 فلما نيجي نشوف الصورة ياريت نشوف الصورة كاملة بالتأكيد عندنا اخطاء وقلناها بالتأكيد عندنا مشاكل دفاعية قلناها بالتأكيد عندنا حالة سرحان بتحصل لنا في بعض الوقت او عدم الفصل بين البطلات بنيجي من دورة ابطال افريقيا نحاق نتيجة سلبية في الدوري المحلي مش قادرين نحاق سلسلة انتصارات متتالية 5 او 6 مباراة كل دا شايفينه لكن برضو شوف الاسباب اللي تخليك تخسر الدوري في المرسل الاخير 16 مباراة في شهرين مقابل 8 مباراة لمنافس وده طبعا اثر على اننا فقدنا لعبين وفقدناهم لمدة طويلة جدا اخرهم نجمي الفريق محمد شريف او هدف الفريق الاول فدي صورة واضحة لازم تحطها في اعتبراتك وانت بتقيم الموسم اللي لولا الاخطاء التحكمية كان زماننا بنتكلم عن موسم لفريق يكتب التاريخ بجد اتنين دورة ابطال افريقيا سوبر افريقي برونزيل كاس العالم وكمان كان يبقى دوري وكاس وكمان دوري اعتقد فارس كان يبقى انجاز للجيل ده هي دي يا اسامة المشكلة الحقيقية هو خلاك تبص على الموسم من انهي زاوية للأسف هو خلاك تبص على الموسم من الزاوية اللي انت شايف فيها ان الفريق اخفق اخفق كبير مع ان لو الفريق ده هو هو بنفس معطياته خد حقه كان مستحيل تشوف الصورة النهائية بنفس الشكل اذا الجيمة عمل صح وعشان فكرة الجيمة عمل صح هيجي البعض يقول انتو بتتكلموا في نظرية المؤامرة التحكيم ودي اصوات بنسمعها وعلى فكرة احنا عندنا من الجرأة او الشخصية ان احنا نرد عليها شخصية النادي الاقلي اللي عرفك ان كتير جدا بيحصل شيء لازم لا تقول هنا فيه غلط وهنا فيه خطأ ففكرة ان نطلع اقول لا ايه المشكلة اتظلمنا مفيش حاجة اسمها ايه المشكلة عندك اعتراض فني على الفريق قوله وده طبيعي واتكلم ان كان فيه سلبيات فنية وده شيء عظيم وده جمهور النادي الاقلي اللي انا بطالب انه يفضل يعمل كده ولكن في نفس الوقت اوعد سيب حقك اوعد فرط في حقك انت بقى بتتاخد لحتة ان حد يقولك ايه انت بتعمل زي الزمالك او انت بتعمل زي منافس او انت بتتكلم او بتردد نظرية المؤامرة لا ثانية واحدة الجيمة ازاي بقى لما تيجي انت تقولي دوري حسن شحاتة او النادي الاقلي حسن ونتيجة الخطأ في الهدف الملغي برد عليك بالمنطق والحجة والدليل وقولك لا دي نظرية مؤامرة عشان تفارق النقاط كان كذا عشان على مدار الموسم كان فيه وقعة كذا وكذا وكذا اذا هنا انا مش شخص برتجل واقول ان انت عندك نظرية المؤامرة واسكت لو انا بعمل كده يبقى انا شخص ضعيف الحجة وابدا لم يكن اي شخص يتحدث بلسان النادي الاقلي او ينتمي النادي الاقلي ضعيف الحجة لنا ولا انت ولا اي مشجع الحاجة بقى التانية لما تيجي تقولي ان انا عندي نقاط هنرصدها معاكم في الفقرة ونبهنا الحاجات و 15 نقطة بفقدهم والمنافس بياخد 13 نقطة لما تيجي تقولي نظرية مؤامرة ارد عليك بالنقط لو انا صح لا يبقى بتكلم في حقيقة لو انا مش صح يبقى دي نظرية مؤامرة خليك دايما فاكر الشيء الفاصل في الموضوع هو الكلام اللي بيتقال عليه حجة ولا لا قصة فارس انا برضو ما زلت مقتنع ان الموسم ده تحكميا لا يقارن باي موسم حتى موسم حسن شحية اي موسم في النهاية الموسم الماضية كان الحكم بياخد قراره وما قدرش يرجعه دلوقتي الحكم بياخد قراره وبيرجعه وبيجي على النادي الاقلي فبالتالي ما ينفعش ان انا اقارن موسم تحكيمي باي موسم الغريب ان الناس اللي بتقول وطلعت لهم اصوات بيقولوا ان انتوا عايشين نظرية المؤامرة هي الناس اللي في وسط الموسم انسحبت من المشهد قالك لا انا مش هشارك في المصرحية دي ولا هلعب فيها دور الكنبرس وانسحب من المشهد وبدأ اتردد كلام كبير جدا ان الدنيا كلها ضد نادي المنافس حاليا لما بدأ يقترب من البطولة ما بقاش فيه مصرحية بقى واقع وبقى بطولة الدوري هي البطولة الاهم وبقى كل اللي بيتقال ان جامهير الاهل هي اللي عندها نظرية المؤامرة طيب انتوا جايين تتكلموا دلوقتي لا احنا البرنامج ده فيه فقرة سابتة من اول ما بدينا البرنامج كانت بدأناها في الصندوق ومع الموسم الجديد بقت فار روم وكل اللي كلامنا مثبت وتقدروا ترجعوا لفقرات فار روم في برنامج الاهلي خط احمر اللي احنا شايفينه دلوقت تكلمنا عليه من بداية الموسم تكلمنا كمان واحنا ابطال يعني احنا تكلمنا في الدوري الماضي وعن اخطاء الفار واللي بيحصل من الفار في وجود النادي الاهلي على صدارة جدول الدوري وفي وجوده بطل يعني مش الفكرة اننا بنتكلم عن اخطاء التحكمية مركزنا في الدوري لا احنا بالطبيعة الحل اصلا كده كده بيكون مركزنا في الدوري الاول الا بعد الموسم الاستثنائية اللي بتيج كل عشر سنين سنة او سنتين لكن اتكلمنا كمان فتعالوا نفكركم كنا بنعمل ايه وبنقول ايه وكان ازاي البرنامج ده كان له رؤية وكان شايف الصورة كويس اوي 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 نطلع نشوف الفيديو ده نفكركم بتصرحتنا مفيش حكم او مستحيل حكم مصري هيستدعي الفار في مباراة طرفها الزمالك ويرجع من عند الفار يدي قرار ضد نادي الزمالك اعيد تاني استحالة حكم مصري يستدعيه الفار في قرار عكس قرار الحكم ويروح الحكم للفار ويرجع يدي قرار ضد نادي الزمالك ولكن مسلسل الأخطاء التحكمية ما وقفش عند النادي الأهلي لو ما كانش مؤثر في نقاط فعلى الجانب الآخر موسم جمع النقاط التحكمية للزمالك نوستالجيا موسم 2015 فلاش باك لو انت ما شفتش الديجابو هتشوفها متمثلة في اللي بيحصل تحكميا السنين الزمالك بيجمع نقطة ورا نقطة ورا نقطة بأخطاء تحكمية فادحة لكن دي راكل الجزاء واضحة وصريحة دوس على الرجل أو دهس الرجل وحصلت في الملاعب المصرية والأوروباية فتحس براكل الجزاء لكن عند النادي الزمالك طرق حمد يدوس مفيش راكل الجزاء أبو الفتوح يدوس مفيش راكل الجزاء إيه زي موسم 2014-2015 أحمد توفيق كان يلعب بإيده مفيش راكل الجزاء واضح ان فيه استثناءات كل موسم من التحكم المصري لنادي الزمالك يا جماعة إحنا مش عايزينكوا تقولوا إحنا بنجيب للنادي الأقلي الحكم اللي بيحبه زي ما كنتوا بتعمله مع عندها تانية إحنا لا عايزين حكم بنحبه ولا الأقلي عنده حكم بيحبه ولا إحنا أساسا فيه حكم عمراء خدمتنا أي قناعة غير اللي إحنا قلناه بالمنطق وبالعقل يبقى صدقني أي حد محتاج يراجع نفسه لو بيختلف معانا إن اتحاد كرة تقريبا بيسعى لإفشال المسابقة أو مش إفشالها وبيسعى قد يكون لتوجيهها الفار زي ما بنشوف فيه أخطاء كتير جدا وارد جدا وما بنشككش في ضماير الناس لكن بلو أخطاء وفيه أخطاء جسيمة والنادي الأهلي هيتصدى لأي أخطاء من بداية الموسم حتى لا تتكرر مواسم أخرى كان البطل فيها هي الأخطاء التحكمية بدون ذكر المواسم الناس كلها عارفاها لكن رسالة للعيب النادي الأهلي وتحديدا اللي يتحط في موقف بيكهم أنت بكم أكتر واحد في الملعب كله أعرف أن أنت تشديت لازم يكون فيه اعتراض بشكل مهزب مع الحكم ودعوته أنه هو يشوف الفار ونحاول نعطل اللعب بقاوت أو بأي طريقة حتى للأسف لو بعد التحكم هياخد سكة أنه يديك انذر بس أنت أحرقت أي حكم عايز يتجاهل فكرة العودة للفار في كوات حاسمة كنا مذكريين من بدر كنا عاملين دورنا وقلنا رسائل واضحة وصريحة ورجعوا كل الفقرات لا تقبل التأويل ولا الظن كنا بنستعين بقراء خبراء تحكيم كنا بنقول أن دوري معين بيتكرر كنا بنقول أن اتحاد الكرة اللي بيعمله ده لسببين يا إما هو عايز يفشل المسابقة نتيجة سوق الإدارة يا إما هو أخطاءه دي حينتج عنها أن الدوري يروح لمن لا يستحق كان كلامنا واضح وكان كلامنا صريح يا أسامة وعلى مدار الموسم بالكامل كنا وقفين وبنرصد كل حاجة من أول أو من تاني حلقة لنا اللقطات دي أول فيديو فيها كان من تاني حلقة كان في 13 أكتوبر 2020 كنا لسه في الدوري الموسم الماضي وكنا بنتكلم وبننوه عن أخطاء الفار كانت أول ركل الجزاء لم يتم احتسابها ونوهنا وقلنا يا لعيبي النادي الأهلي اضغطوا على التحكيم اضغطوا على الحكم للأمانة كان عندك تناع شريك جدا ان احنا لو ضغطنا على التحكيم واللعيبة ضغطت ضغط جميعا على التحكيم هيتم الرضوخ والعودة لقرار الفار بعد اللي شفتوا كل الموسم اقتلعت طيب قوي نشوفكم بعد الفاصل طيب رجعنا لكم ومن اللي احنا وعدينكم به ان التايم لاين هيمشي معاكم عشان تشوفوا ازاي الجيمة عمل خمستاشر نقطة رجعنا لكم فيهم بالنقطة هنحسبها معاكم البعض حيقول ان خلاص او الدوري مصيره اتحسن ولكن مهم جدا ان احنا نوصق اللي تقال على مدار الموسم وان نوصق عشان لما ييجي حد بعد عشرين سنة او لا خليهم بعد خمسة واربعين سنة زي الدورة التلاتاشر بتاع النادي الاهلي ونشوف ازاي النادي الاهلي خدت دورة التلاتاشر لا 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 عشان لما ييجي الاخطاء التحكمية دي تكرر تاني بعد سبع مواسم نبقى بنقارن كل سبع كل سبع مواسم زي ما بنقارن 2014-2015 2020-2021 2027-2028 اذا لم يحالفنا التوفيق في اننا نقفل الى عشرينات يعني انا مش هاخد التوجه بتاعك لانه يخوفني لان ان شاء الله اللي حصل السنة دي انا معاك زي ما قلت في البداية ان شاء الله مش هيتكرر تاني لعله كان ليه اسبابه طيب نروح بقى لبداية الاخطاء التحكمية اللي من بداية الموسم واحنا كنا بنقول عليها ورصدنها اول خطأ كان مباراة وادي ديجلة اللعبة الشهيرة بتاعت بيكم برأي التحكيم احنا مش هنقول اي رأي خصنا رأي التحكيم كان ايه في لعبة بيكم نطلع ونشوف ازاي النادي الاهلي فقط نقطتين نتيجة التعادل 0-0 هنا واضح جدا من لاعب ديجلة وهو بيشد لاعب الاهلي وعتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام لو هو بيمسط ليه بيقع لوراه معناها ان الشد يعني جابه عكس التجاوفة بالتالي هنا طبعا هنا الخطأ ودخل مطلط الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وراكلة الجزاء يعني الفار ما شافش خلاص بقى هات الحسابة واحسب الخطأ موجود وراكلة الجزاء موجودة بس الفار الفار ما بيشوفش او الفار مش موجود دي اللي انا كنت طيب فيها وبقول له يا فيكام رح يضغط على الحكم يا نهر ربي كنت طيب جدا والله لو الفرقة كلها ضغطت على الحكم الحكم ما كانش هيراه يشوف الفار لاننا هنقول الشواهد اللي اكبر من فكرة قطأ تحكيمي اللي احنا بنقول مستحيل موسم زي ده يتقرر بموسم تاني من ناحية اللقاء التحت مية عشان موجود تقنية فار لا انا بتكلم اشتغل لي سبع سنين يا راجش ما اصلا عندي قناعات ان الدوري بقى ييجي بعد سبع سنين بنفس الطريقة يعني هنشوف لها حل يعني لكن خلينا في الدوري الحالي ده طبعا كان اول خطأ تحكيمي تعالوا كمان نطلع نشوف اول خطأ تاني خطأ تحكيمي بس عايزك بقى تمسك النقطتين الاولانيين بتقوى الدجلة عشان هنشوف الخطأ التحكيمي بتاع البنك الاهلي نشوف الفيديو انا سألته عن الهدف اللي تم الغاؤه والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول بيقول ان الكورة جول 100% بيقول ان المهاجم اللي هو في الحالة دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكورة انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في الستوديو في انجلترا تهدف برضو مماثل على ماجواير والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100% وهو متفاجئ ان الكورة او الحكم راح للفي ار ولغى الجول خبير تحكيمي صديق لميدو بيتكلم عن فكرة ان هو متفاجئ ان ازاي ده اتحسب فاول على ايمن اشرف طبعا نسيبك من رأي الكابتين احمد حسان ميدو هو بيقول ان هي شايفها فاول ده موضوع يخصه وقراءه اللي دايما لما بيجيب خبير تحكيمي بيكتشف ان قراءه عكس قراءه خبراء التحكيم في اللعبات المتعلقة بمصلحة الفريق المنافس اللي هو بينتمي ليه على فكرة ما كانش ده الخبير التحكيمي الوحيد اللي قال ان كرة ايمن اشرف جول ولا اللقطة دي كانت اللقطة الوحيدة في الموسم لانها تقررت في دوريات اوروبية كتير وكلنا تابعناها وتحسبت هدف بشكل طبيعي جدا كابتن جمال غندور اندهش وقال ازاي تم استدعاء ميدو سلامة من قبل عمر الشناوي ولما نقول من قبل عمر الشناوي يبقى عشان تكون الامور واضحة معاك هتلاقي الخبير التحكيمي الوحيد في مصر اللي قال ان القرة دي فاول هو احمد الشناوي وبالتالي احنا بنعتبر شهادته مجروحة وده حقنا تماما لان ابنه اللي كان عالفار وابنه اللي ارتكب الخطأ وابنه اللي تسبب في ادار نقطتين من النادي الاهلي في مبارات البنك الاهلي لكن يا فارس كان عندنا خبير تحكيمي اخر جزائري كان شايف ان القرة مش هدف لكن كان له رأي تاني في المباراة دي جمال حيمودي كان له رأي هام في المباراة لكن يا عسامة انت قلت حتى انا باتفق معاها جدا ولازم نأكد عليها في بعض اللعبات او بعض كمان الاراء اللي كان وراها خلفية يعني لقطت كابتن احمد الشناوي وهو بيحل الهدف باين جدا القرار فيه وهو الحكم الوحيد اللي يقول كده كان لازم يربق بنفسه زي كده ما بيتقال يتنحى عن الموقف لان ما كانش ينفع ابدا ابدا يحط نفسه فيه ولكن جمال حيمودي كان عنده تعليق مهم نروحوه نشوفه ونرجعنا في بداية اللقطة في بداية لقطة المهاجم المدافع كان عنده كان عنده اتساع في الدراع وخروج عن اللي فهنا الوضعية لم تكن وضعية طبيعية في بداية اللقطة فهنا كانت هناك ضربة جزاء صحيحة لن يعلن عنها الحكم الرأي البعض جاه في المباراة دي وتكلم واستشهد برأيه جمال حيمودي في اللعبة دي وتكلم ان فيه ركل جزاء في اللعبة اللي انتو شفتوها ولكن الموضوع ما ينفعش يتاخد ابدا بفكرة لا تقرب الصلاة لو انت هتاخد رأيه كامل فهو ايضا اتكلم في ان هدف البنك الاهلي كان نتيجة فاول واضح وصريح يتاخد رأيه كله يتسيب رأيه كله باختصار احنا جبنا جمال حيمودي لان جمال حيمودي الخبير التحكيمي اللي اختلف على القرى دي وقال فاول فقلنا خلاص لو انت عايز تاخد رأيه الخبير التحكيمي ده لنا ركلة جزاء ولنا نقطتين احنا هنا بنتكلم بقراء خبراء التحكيم وبنتكلم في الاخطاء المؤثرة في نتيجة المباراة لان نتيجة المباراة دي كانت سفر سفر زي نتيجة الاهلي ووادي دجلة اللي غاب عنه في المباراة دي 12 لاعب ومع ذلك التحكيم ما سبش الاهلي في حاله نروح للمباراة التالتة وهي مباراة الاهلي وبرامدز واول ست نقاط خسرهم النادي الاهلي في الموسم ده كان بمساعدة التحكيم نشوف تعقيم خبراء التحكيم على الاخطاء الفادحة المتكررة في مباراة الاهلي وبرامدز هنا طبعا احنا عندنا فيه كرة معمولة بالعرض فيه رؤية جهاد كانت ممتازة هنا ده فيه لعيب النادي الاهلي ناطط مع شريف الكرامي حارس الاثنين رحين منافسة على الكرة الكرة وقت من ايد شريف ده تنافس عادي جدا تنافس عادي جدا وأنا أبرر في الكرة دي أنا لو حكم مباراة أكمل للعب السبب بسيط أنا لو حارس المرمى وطلع أمسك الكرة وفيه دفعة لازم الكرة هتنزل قصادي أما نيجي على الكرة نبص عليها هتلاقي الكرة نازلة ممكن يكون من دفعات ليك هنشوف هنشوف طب نسأل كابتل هي كرة من كورة صعبة طي كور من كورة صعبة دي أنا رأيي فيها هنا يبقى فيه استمرار رأي اللعب اللي فيه تنافس أصلا على الكرة كابشو الناوي طيب نمشي بس عمشي اللقطة اللي جاية دي بقى أهم لقطة في اللعبة دي أقوليكم إن المخالفة مش موجودة هنشوف اللعبة مخالفة مش موجودة مش موجودة على أساس لعب النادي الأهلي هيبتدي استلم الكرة عم نجي عمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمة من لعب نادي بس نقف هنا خلاص دي راكلة جزاء واضحة واضحة راكلة جزاء واضحة مش محتاجة ممكن ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا بس كان لازم هنا على حكم الـ VR كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكرة دي كابشو الناوي أكيد راكلة جزاء مفيش فيها يعني لعبة مش محتاجة هدف كل الخبراء أجمعوا أنه هو هدف صحيح راكلة جزاء كل الخبراء أجمعوا أنه هي راكلة جزاء سيبك من جهات جريش ركز قوي بقى معنا مع طارق مجدي لأن الطارق مجدي ده هو اللي هيديك لقطة الموسم هو اللي هيعرفك هو إحنا ليه بنقول أن الموسم ده يستحيل تقراره بنفس الأخطاء دي ويستحيل مقارنته بقى مواسم سابقة شوف طارق مجدي أول اسم هينور معنا النهاردة في الكرة دي شاف طارق مجدي كرة محمد شريف مش راكل الجزاء شاف كرة بولية مش هدف البعض كان تحدث عن أن فيه كرة الأيمن أشرف فيها قفز على مهاجم بيرامدز اديني حق وادينيه حقه لكن هنقارن وأول اسم نور معنا في الحكام مين طارق مجدي وهو عتنسى الحساب ست نقاط حتى الآن فأول ست نقاط يخسرهم النادي الأهلي وخد بالك عشان البعض بيفكر أن الأخطاء التحكمية دي عدد نقاطه بس لا ده بتأثر على مشوار الفريق معنويا بتخليك بدل ما أنت متصدر بتلاحق المتصدر وطبعا عارفين بيتم إزاي ودينا بنسرد معاكم بخبراء التحكيمة فارس مباراة المحلة كانت استكمال لللي احنا بنقوله إزاي وصلت للنقطة التسعة عشان تبقى فقطت تسع نقاط نتيجة أخطاء تحكمية واضحة ونتيجة كواليس هي أخطر وأوضح أيوة الكواليس المرة دي كانت أوضح وما كانتش متغطية أبدا مباراة الأهلي والمحلة خسرناها كان الحكم محمد معروف والفار سيد شعبان النادي الأهلي هدف المحلة كان من فاول النادي الأهلي كان ليه رقل الجزاء وفيه طرد نطلع ونشوف التحليل بتاع أحمد الشناوي ونرجع نعق الفاول اللي اتحسب على النادي الأهلي لا يوجد شبهة فاول فيه هذه اللعبة 42 رجلون بلعب الكرة مع بعض الفاول مش موجود ثم الحاجات إنه هو ما بيتقدمش اللعب الكرة هو مجرد ما لقى نفسه على كتف محمد هاني لعب فيه كتف محمد ده يعني غبط كتف محمد هاني القدم هنا قدم اللعب المحلة هو بالشكل ده هو خلاص حط قدمه أمام قدم لعب محمد هاني اللي حييجي فيه يعني حط رجله على برجله فاخد لعب محمد هاني خلاص محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده فطبعا هي دي رقل الجزاء واضحة الشيء الغريب إن الفار ما جاء بقنا دهون إذن دي فرصة محقاقة لإحراز هدف أي مخالف تمنع فرصة محقاقة إحراز هدف خارج منطقة الجزاء كارت أحمر الشيء اللي أنا باستغربت له برضو تاني عايز أقوله الحاكم الفار لعبة زي دي تستحق الطرد ولا بيدي إنذار كان لازم يستدعيه يقوله تعالى اللعبة دي طرد ويحشن خطر طيب هنا لحظه كام مرة إحنا قلنا لكم ضرب الجزاء لهاني والفار والطرد اللي كان مستحق المحلة وهدف المحلة منفاول بس مش دي قصة ما قلتوا أكيد كلنا عارفين ده وكلنا فاكرين اللقطة وكلنا سمعنا ده بس تعالى شوف التفاصيل الشيء الغريب أحمد الشنو بيكرر ثلاث مرات الشيء الغريب إزاي الفار كان ده موقفه في اللعبات دي إزاي في محمد هاني مفكرش حتى يستدعي الحكم إزاي الفار اللي بمجرد أي لعبة ما بيكون فيها شبهة الشك إحاء بالمخالفة في مباريات الزمالك كان بيكون موجود وحنستعرض معاكو ده إزاي الفار كان الشيء الغريب اللي كنا وقتها فاكرينه غريب بس بعد كده عرفنا إنه مش شيء غريب خالص قلت لكم أنا كنت طيب لما كنت بطالب لعبة النادي الأهلي إنها تضغط على التحكيم عشان يروح أو تجبر حكم الفار النوية السدعي كنت طيب لما جيت في وقت من الأوقات بعد مبارات الزمالك ووادي دجلق اللي تلعبت على ملعب السلام واللي انتهت سفر سفر وأهضر فيها عبدالله جمع ركل الجزاء لما قلت ياريت كل حكام الفار زي سيد شعبان ليه قلت كده لما كنت طيب قلت كده لأن سيد شعبان في برات الزمالك ووادي دجلق حسب ركل الجزاء بالمناسبة صحيحة للزمالك لكن ما فيش حد في الملعب شافها إلا سيد شعبان حتى لعيب نادي الزمالك أصلا ما اعتردوش على القرى وكملوا الهجمة بشكل طبيعي وإذا بنا بنا تفاجأ في استدعاء للفار استدعاء للفار إزاي قرى الركنية حسامة رفعت بالعابة بدماغه نزلت على قديه جات من الزاوية اللي ورا الجول قلنا برافو برافو سيد شعبان وأنا وانا طيب قلت ياريت سيد شعبان يجي لنا النموذج ده في مباريات النادي الآن تخيلوا سيد شعبان اللي شاف القرى اللي محدش شافها حتى لعيبة نادي الزمالك هو سيد شعبان اللي اتغاضى عن فكرة استدعاء محمد معروف لطرد مدافع غزل المحلة في ديال أولى من شروط الثاني محمد فتح الله استدعاء محمد معروف لرقل الجزاء صحيحة لمحمد هاني رفض ان هو يستدعي تخيلوا شاف ايه وما شافش ايه يبقى هنا لازم نقول ايه ايوان سيد شعبان الاسم التاني اللي بينور معانا الحكام ركز معانا كده تسع نقاط طريق مجدي وسيد شعبان دول طبعا انا مش هتكلم عن محمد معروف اللي بنفس القرى دي ما استناش اصلا حكم فار ادى طرد لما مباراة الزمالك للمقاولين بس كان مدافع للمقاولين مباراة تانية طبعا اتحاد واعتقد مقصة ادى رقل الجزاء نفس القرى مش هنتكلم في ده لكن احنا نتكلم في سيد شعبان اللي بينور معانا النهاردة في جنب اخوه طارق مجدي في غرفة الفار صح كده؟ انا بحملك مسؤولية سيد شعبان لان انت كنت طيب لان انت كنت طيب نروح نكمل نقاط وعندنا مباراة الزمالك والاسماعيل لهم خلاص حافظوا تسع نقاط وعندنا طريق مجدي وسيد شعبان منورين نروح نشوف الاخطاء التحكمية اللي حصلت في المباراة رقم 13 في الشهرين اللي تم حسم في يوم الدوري مباراة النادي الاهلي والاسماعيلي عشان عندنا مفارقة غريبة هنتكلم فيها بس نشوف اراء اراء خبار التحكمية بص يا كابتين سيف هي طبعا هي الكرة الجدل المصر الكلاب تتكلم فيها دلوقتي هل الكرة بتاعت اي جي دي ركل الجزاء ولا مش ركل الجزاء حضرك شايف ايه انا شايف الكرة دي في ركل الجزاء لان فيه خطأ تم قبل الكرة متخرج ارض الملعب الكرة دي من وجهة نظر حضرتك ضرب الجزاء ركل الجزاء في احتجاج تم قبل الكرة متخرج تطلع ارض الملعب وحكم الفيديو كان لازم ينزي حكم المباراة يغصوا مع بعض على الاتنين بص محمد الحنفي هينور بس من جديل الوقتي هو حكم الساحة محمود عشور حكم الفار فيه اعداد كتيرة جدا وضحت ان محمد الحنفي شايف الكرة كويس قوي شايف اندفاع باهر المحمدي داخل طير ومكمل طيران وتقريبا الترمس محبيه في منطقة الجزاء لما يكون لعيب النادي الاهلي هما المجمين وشاف ده وما احتسبش حاجة طيب ده محمد الحنفي هينور معنا قريب قولنا لكن محمود عشور لما نور من المسم اللي فات حكم الفار رفض ان هو يستدعي محمد الحنفي في كرة زي دي المفارقة ايه اللي انا اتكلمت عليها بقى قبل الفيديو ان محمود عشور اتعين حكم الساحة للمباراة تالية لمباراة الاهلي والاسماعيلي وهي مباراة الاهلي وامبي مفارقة مفارقة غريبة جدا انت ضيعت على النادي الاهلي نقطتين خليت النادي الاهلي بقى مركز تاني تعال بقى مكافأة ليك حكم مباراة الاهلي وامبي محمود عشور قولنا من نور من امتى من المسم الماضي طيب محمود عشور 11 نقطة هو منور في حاجة تانية تناولناه هنا في الاهلي خطة احمر وده برضى عشان نثبتلكوا ازاي الحكم بيكون متناقض في قراراته لعبة رامي ربيعة اللي كان فيها لمسة يد بالزبط لعبة رامي ربيعة اللي كان فيها لمسة يد حسب هركل الجزاء وصادها مباراة الزمالك والمصري لا 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 ما تعديش الكصة احكي الكصة كويس هو كان حكم ساحة حسب هركل الجزاء الفار جابه قال له ما جاتش فيه دوافن رفض كلام الفار قال لا وانا راجل قاري اللايحة وقاري القانون زي مقسامة عايز يتكى شوية في الحكاية بتاعة اللعبة الراجل شاف اللعبة في الفار واتكلم ان لأ مفيش حاجة اسمها الكرة مش متعمدة ركل الجزاء الراجل ده هو هو في مباراة الزمالك والمصري اللي كان قاعد فين بقى كان قاعد على الفار عمل ايه بقى استدعى الحكم عشان يقنع الحكم باللي هو نفسه وما كانش مقتنع بيه قبل كده محمود عشور منور من الموسم الماضي وبعد ما شفنا النقطة الحداشر فيه صورة مهمة جدا وهي لقطة رامي ربيعة فيه لقاء الزمالك وركلة جزاء كانت واضحة وصريحة وكان الحكم امين عمر امين ده انا مش عايز او ومين وعلى الفار محمود عشور يا جماعة اللي بيحصل ده شيء لا يصدقه عقل ادي اللعبة واضحة جدا ده انت موجود على الفار وانت الراجل اللي الفار عندك احيانا بتكون الصورة واضحة الصورة دي من الملعب لكن الصورة اللي كانت قبلها كانت الصورة من البس التلفزيوني نرجع للصورة بتاعة البس التلفزيوني الصورة بتاعة البس التلفزيوني كمان واضحة جدا ومستحيل وضع تشريحي لمحمود عشور لازم يفهمه مستحيل رامي ربيعة يثبت رجله بالشكل ده اعتني اعرف محمود عشور قال ايه قال ايه وقعدت حال الده ان هو يكذبني قال له الصورة مش واضحة كم اللعب لان الكرة دي رcribing ربيعة وقع حوالي دقائتين وقع حوالي دقائتين وكان الحكم امين عمر محمود عشور في خلال الدايتين دول كان بيتكلم مع الحكم امين عمر وبيقول له كم اللعب الصورة مش واضحة اصل القائم مداري عليها احنا ما تكلمناش عن شدة بالنون والوينش قائم ايه اللي مداري عليها يا كابتن محمود قائم ايه بس الحقيقة يعني الحكم اللي يتم استدعائه ويقوله الكرة ما لمستش ايه درام ربيع في مورات الاهل والاسماعيلي وجاي في كتفه ويطلع الظار ويرجع يطبق انها لمست ايه بالتأكيد بالتأكيد لازم ينور معنا في كرة زي دي للأسف احنا قاسفين جدا احنا دايما بقول لكم ارقنا بكل خبراء التحكيم اللقطة دي كانت في شهر رمضان وكان كنا بنقدم وقتها فارس الاهلي في رمضان تقريبا الوحيد اللي اتكلم عليها العبد الله لان كان فارس بعدي بفترة فما فيش اي خبر تحكيم اتكلم عليها ما فيش اي استوديو تحكيم اعرضها كأنها ما حصلتش فبنحطها قدام حضراتكم وبنقول لكم احكموا بنفسكم دي ركل الجزاء ولا مش ركل الجزاء لان لو ركل الجزاء يبقى كده كمان معنا نقطتين ووصلنا للنقطة رقم 13 بقى نقطتين احنا اهم من الحالات اللي احنا والله بنتكلم في ده ولازم اي حد بتفرج علينا يعرف ان فعلا اللي اهم من الحالات اللي احنا بنتكلم في ده طريق التعامل للحكام مع اللقطات اللي بتخص الاهلي استدعاء حكم اسمه عبدالعزيز السيد عشان يحكم لك مبارات البنك الاهلي واحنا قلنا انه من 2016 يا أسامة ما بيحكمش للنادي الاهلي في وقت كل الدوليين مريحين فيه والنادي الاهلي الوحيد اللي بيلعب وانضح عشان اسم مصر وانضح عشان المنتخب الولمبي وسايب لعبته الولمبيئين مع المنتخب وانت بتعمل ايه معاه؟ بتجيب له عبدالعزيز السيد الكواليس والتفاصيل وقتها يا أسامة بضلنا نقول ونكرر الشيطان يكمن في التفاصيل وفعلا طلع الشيطان كان بيكمن في التفاصيل ده انت كنت طيب بقى زي ده انا كنت طيب زيك ده كنت اطيب منك يا راجل اللي احنا بقى عايزين نروح له ازاي وصلنا للنقطة الخمستاشر تخيل فريق معمول فيه كل ده على مدار الموسم انا عايز اقول لكم حاجة اللي اتعامل في النادي الاهلي السندي تحكميا ما حصلش في اي فريق من اول موسم للدوري في تاريخه موسم 49 ونتحدى ان فيه فريق اتعامل معه اللي اتعامل مع النادي الاهلي الموسم الحالي كل ده حصل وكل ده كان مع النادي الاهلي وانت في لحظات حاسمة النادي الاهلي بيحاول يقلق لنفسه فرصة عشان يكون لسه بينافس رغم كل ده عملت ايه بقى معاه في مباراة طلاع الجيش هدف واضح وصريح للنادي الاهلي الكرة بتعدي خط المرمى والحكم اصلا ما بيفكرش الفار يستدعية ليه بقى يا فارس ليه عشان احنا كلنا طيبين عشان طيبين وعشان حاكمان المفترض المنافس مايلعبش بدغوط وان حد يدبدب وراه لان الدغوط دي ممكن تأثر على المنافس فحتى لو انت سجلت هدف انا هلغولك بالزبط المهم هنا برضو مش قصة الهدف تلغى ولا لأ المهم هنا ازاي ابراهيم نور الدين اصلا الفار اللي حكينلكم مع سيد شعبان واللي حكينلكم مع محمود عشور واللي حكينلكم مع طارق مجدي كان ازاي برضو الفار بيتعامل ومداش حتى ابراهيم نور الدين فرصة انه يروح ويشوفها يا جماعة للمرة المليون لو دي نظرية مؤامرة بنتحدى اي حد كائنا من كان خبرته التحكمية لو بينتمي لاي فريق يجي يقعد معنا ويقولنا اللي انتو بتقولوه ده غلط وساعتها هنسأله غلط ليه بس نطلع بقى ونشوف رضا البلتاجي حكمنا الشهير كان بيقول ايه عن لقطة طلع الجيش لكن انا عهم لي عندي واقف قدام حاجة ان المداشر اللي بطلع الكرة نفسه كانت احدى قدميه تقريبا على الخط اسلام جمال اه احدى قدميه الرجل التاني مفرودة انا بحلل ايه بتحلل ما تراه قدامك على الصورة رجل التاني مفرودة داخل المرمى تديني احساس دي اقرب دهدف بس ده لان انا بارغوله تاني تديني احساس ايوة لكن مش قرار مفهوم يعني انا انا تحليلي ان قدر المدافع على الخط وهي متنية تمام الساق الاخرى بكامل امتدادها داخل المرمى فده يديني احساس انها هدف ده يديني احساس ان هي هدف الغريب ان الكرة دي كانت بالاحساس مع ان قناعة اي حد ورجل اسلام جمال الجزء اللي كان باين منها كان على الخط وبقيت رجله بالكامل جوه الخط ونفسي اعرف احنا بنتكلم في ايه او بنحس ازاي ولكن كابت الرضا البلتاجي قال احساسي وقناعة ان هي هدف طب تعالوا نشوف اللي ما كانش حاسس ان هي هدف وتعالوا نشوف تفسيره في احساسه اسما اعتقد عندك كلام كتير في النقطة دي بص هو اللي اختلف معي عشان نكون امناء انت عارف احنا هنا دايما بنتعامل مع فكرة ان احنا مش بندري حاجة ولا بندري لقطات ولا بيجي خبيل التحكيم يقعد يستنى لقطات لما شوفها احكم عليها ويجي تاني يوم اصلا انا مشوفتهاش فمش هادر يحكم عليها ويجي تلت يوم ورابع يوم وما بيشوفهاش عشان يحكم عليها احنا هنا بنقول اللينا ولا علينا ما بنقولش وجهات نظر ليه لاننا واسقين من موقفنا اعتقد الامور واضحة بشكل كبير جدا كمان في الاخطاء اللي بتحصل من الحكام لما بيتغير لون انتشارت الكابتن سامير عثمان اختلف مع الكابتن رضا البلتاجي فمن الامانة الاعلامية قلنا نعرض لكم رأي الكابتن سامير عثمان ونتناقش بعد الفيديو اي صورة هنشوفها في الميديا في اي حتة هتجيب لك الصورة من زاوية التسلل مش هتبقى صادقة الصورة الوحيدة اللي تجيبها اللي هي ورا الجور طب نشوف الكرة دي كرة اتعملت وبعد كده العيد نادي طلع الجيش طلعها من جوة طلعها من برا فيش ولا واحد انت عاوز ساحر عشان يقولك الكرة بالمنظر دي جوة ولا برا بس عمدنا 3D دي اللي موجودة في القناة هنا زي ما احنا شايفين دلوقتي انت متقدرش تقول الكرة جوة لبرا شايفنا احنا قلنا ايه لازم الكرة بالكامل تبقى جوة عشان كده القائم والعرض اللي لازم ينبقوا على نفس السبق بالمنظر ده هل احنا شايفين الكرة بالكامل شايفينها بالكامل لا ثلاثة ارباحة لبرا الكرة دي ليست هدف فطالما طبعا بالشكل اللي احنا شايفينه التقنية اللي موجودة في القناة ركزوا في الكلام اللي قاله الكابتن سامير عثمان عشان احنا هنا في البرنامج بنصق فقراءه وبنستعين به هو الكابتن احمد الشيناه وكابتن جمال غندور وكل الفكاة اليوم كل اللي احترام طبعا بنحترم جميعا لكن هو قال جملة واضحة جدا ان هو بيعفي نفسه من المسؤولية قال التقنية اللي اتعاملت هنا في القناة طبعا للتقنية اللي اتعاملت في القناة دي انا بقول رأي انها مش جول يعني ايه يعني انا لو جبت لك صورة او تقنية وقدمتها لك الكرة لامس الخط هتقول مش جول فبالتالي ده مش رأي الكابتن سامير عثمان او بيتناقض مع فاكرة انه بيقول لو ساحر مش هيقدر يقول الكرة دي جول لكن الحقيقة الكرة من وجهة نظرنا مش محتاجة اي ساحر التفسير اللي قاله الكابتن رضا البلتاجي ان رجل اسلام جمال اليمين على الخط طوية متنية ورجله الشمال بالتأكيد هتكون داخل المرمى هيخليني اطرح سؤال هيخليني اطرح سؤال لو ياسر ابراهيم كان لابس تشرت لونه فاتح كنا هنختلف كده ولا كان هيقول المنطقي ان القرى تبقى جول لكن الكابتن سامير عثمان نفسه ادان حكم الفار وقال يا راجل تلت ثواني تلت ثواني ده انت فيه كورات بتقعد فيها اربع دقائق وخمس دقائق ده احنا فيه لقطات في مبارات تانية يقعدوا فيها سبع دقائق وخدوا قرار غلط فانت هنا في كورة النادي الاهلي زي ما قال ايمن اشرف كده الفار لينا عشر ثواني علينا عشر دقائق لما تجيب جول كنادي اهلي نوع دربة خمس دقائق راجعوا يمكن كان فيه واحد تسلل من اول مبارح وقت التدريبات لو بنلعب في ملعب السلام لكن تجيب انت جول ثلت ثواني العب يجيلك ضرب الجزاء جونيور اشيه اربعين ثانية بالزبط العب وانفيش مراجعة ولا توقف ضربة المرمو ولا اي حاجة فكل ده كل ده مش بيديك تصور ان القرار اللي طالع قرار فيه شبهة تعمد هل ده مش بيديك تصور ان القرار اللي طالع قرار فيه شبهة تعمد مين حكم الفيديو محمود باسيوني خليه نور جنب اخواته الحكم محمود باسيوني اللي ما خادش ثلاث دقائق اللي عرائكة بتنساهد عبد الحفيز ده انت لو بتتتاوب هتاخد وقت اطول من كده فاكر في حلقة ديما لما قلت لك الحكام في مباريات الاهلي في غرفة الفار بيبقوا مستعجلين اه انت وراكو حاجة صح انت وراكو حاجة بس احنا برضو كنا طيبين وده فعلا اللي انا باتفق معاك فيه ولكن عايز اقول حاجة فيما يخص كابتن سامير عثمان واللقطة دي بعيدا عن التقنية اللي اتعرضت لك انا عندي قناعة تمة ان لو مش بالتقنية اللي اتعرضت له فهو ما ينفعش خليفها انا فعلا جاي بقولك دي تقنية 3D بتقولك ان الكورة عدت طبيعا مش هتختلف معاها ومش هتقول لا التقنية غلط ولكن انا عندي ثقة تمة ان لو هو كان حيبضي بعيدا عن التقنية انا واصق تماما بل متأكد ان هو كان حيقول جول اها عندنا كمان فيه تاخد التقنية فارس في موتش الزاملك وبرامدز ما تعملتش بس ده طبعا ما نقدرش نلوم عليه الكابتن سامير عثمان لان في النهاية التقنية اللي اتعاملت دي 3D ولو بتقنية 3D احنا هنا اتعاملت تقنية 3D الكورة بيتجول لكن احنا شعرنا دايما او طريقتنا دايما بنستبعد الستوديو التحكيمي من رأينا في قناة النادي آهلي لان البعض هيفهم انه منحاس برغم ان احيانا كتير الستوديو التحكيمي بيطلع بيقول حاجات ضد النادي الاهل لكن بنستبعده عشان القيل والقادر دي كانت اخطاء مؤسرة بشكل كبير جدا لو كلمنا على الاقل على الاقل على الاقل النادي الاهل اللي 11 نقطة طيب هتقول لي طب ضربة الجزاء انت ضمنت انها تتسجل هدف هقول لك صدق صح هقول لك حاجة تانية خالص كل رقالات الجزاء اللي كانت في ماتش ودي دجلة بيرامدز المحلة ماتش ايه تاني البنك الاهل اللي قال عليها جمال حايمودي كل رقالات الجزاء دي برا اللي هي بتاعتنا هتطلعها عند الركنية هتعتبرها ماتش ودي وضرب الجزاء جر صحيحة فيطلعها عند الركنية لان لو ماتش رسمي وضرب الجزاء جر صحيح هتتسجل لكن هنعتبر ان رقالات الجزاء دي كلها برا احنا لنا تلات اهداف تلات اهداف اتسجلوا واتلغوا احنا تعبنا واللعيبة تعبت وهزت الشباك واتلغوا هدف بيرامدز هدف البنك الاهلي هدف طلاقع الجيش لو استبعدت حتى هدف طلاقع الجيش فهدف بيرامدز وهدف البنك الاهلي يمنحك اربع نقاط يخليك حاليا انت متصدر الدوري وبقي لك ماتشين تكسبهم تاخد الدوري شفتوا الامور سهلة وبسيطة ازاي ده نعايز اقول لك كمان ان احنا مش هنتكلم عن اخطاء التحكمات للزمال الوقت لان نعايزين ناخد فارس الاخطاء بقى اللي هي غير مؤسرة عشان نوضح الصورة لان الصورة بقى في الاخطاءة الغير مؤسرة بتوضح ايه ان النادي الاهلي في بعض المباريات قدر يتغلب على المنافس والتحكيم والفار وفي بعض المباريات مقدرش يتغلب على المنافس لما كان معاه التحكيم وفي اخر الموسم اللي هي مسابقة الدوري العام معروفة بمسابقة النفس الطويل اكتشفنا ان التحكيم المصري كان نفسه طويل وقدر ينافس النادي الاهلي لنهاية الموسم بص يوسيمة النقطة دي مهمة جدا لسبب أولا هي بتعكس اللي احنا بنقوله طول الوقت وهي الكواليس والتفاصيل تكلمنا في 15 نقطة تخيل فيه غيرهم أيوة تخيل فيه غيرهم لولا تفوقك في المباراة ما كنتش هتعملهم جمهور بقى الأهلي لأنه هو نفسه دايما طول الوقت النادي الأهلي تفوق كان بيجي يقولك إيه رغم الأخطاء التحكمية عمل إيه اكسب رغم الأخطاء التحكمية تفوق ما هو أنت قريدي عملت ده في 8 مباريات اللي احنا عنا استعرضه عملت ده في 8 مباريات بس مستحيل طول الخط يا أسامة تعمل ده مفيش فريق في العالم ما يقدر يعمل ده بس قبل ما نستعرضه احنا استعرضنا المؤثر ونستعرض بقى بعد الفاصل الأخطاء التحكمية الغير مؤثرة اقعد روح في أي مكان انتظرنا عشان الحلقة لسه فيها أحداث كتيرة جدا كاشفة للموسم الحالي الموسم المستحيل يتكرر مع أي موسم من الموسم السابقة فاصل وانتظر اكيدوا انت بتتفرج معانا هتقول مش كفاية 15 نقطة النادي الأهل يتحرم منهم لسه كمان هتعرضوا لقطات غير مؤثرة أيوة لسه هنعرض لقطات غير مؤثرة لان زي ما بنقول اللقطات الغير مؤثرة دي هتثبت ان النادي الأهلي تفوق كام مرة على أخطاء تحكمية كانت ممكن تحرمه من نقاط أخرى وزي ما قلنا هو ده أصلا الجيم مباراة المقصة اللي النادي الأهلي كسبها تلاتة واحد كان بيحكمه عبراهيم نور الدين وكان على الفار دسوئي محمود دسوئي اللي زي ما أسامة قال لكم كابتن سيد عبد الحفيز قال بياخد القرار أسرع ما بيتتاوب مع النادي الأهلي وفعلا محمود دسوئي كان عندنا وقفات معاه خلال الموسم مستحيل مستحيل تكون عندك خطأ والجميع يطلع يقولك على فكرة انت غلطان في الحاجة دي وتتكرر تاني وتغلط فيها لعلها مفارقة اه ما أسرتش في نقاط بس هتأثر في رؤيتك وانت بتتفرج للدنيا كانت ماشية ازاي نشوف الهدف الملغي والذي لم يحتسب للنادي الأهلي وتلغى ليه وكانت وقعته ايه نطلع ونشوف الفيديو ان اللي بيقوم بعملية رسم الخط والحاجات دي مش الحكم نعم يعني الابوريتور اللي هو معهم الراجل زي المخرج او المهندس اللي بيبدأ يعمل لهم خط التسلل عشان الناس ما تظلمش الحكم اللي قاعد على الهار نعم فطبعا عملوا الخط بشكل بيين له ان لاعب النادي الأهلي في موقف تسلل لكن هوا احنا على الوقت حان بتشوفوا انا عملت ايه بشوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا هشوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف هنم هنمشي زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالزبط اذا الخط ده لمعوجي مين ولا شمال نعم يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الآلي؟ أنا أعتقد أنه هو أشار أنه متقدم بكتفه بكتفه فين زكاله؟ هو مش معدي ده إيده لنزلة والقدر هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطئ هو ده السبب لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100% يعني التسلل مش موجود والهدف صحيح بس كمان محمود سوقي مش بريء من اللقطة إطلاقا لأن محمود سوقي هو المسؤول أنه هو يحط الأوبريتور النقاط بتاعت كل لعب لعب الخصم واللاعب اللي سجي الهدف عشان خاطر يبدأ يحدد من خلالها ويحط الخط بس الأهم أنه في اللعبة الواضحة والصريحة دي اللي محمود سوقي كان عنده خطأ فيها في تحديد النقاط الخاصة بكل اللاعبين ممكن تعتقد لوهلة أنه هي الواقع الأولى وأن القرار ده كان خطأ بالصدفة محمود سوقي منور منور محمود سوقي لو قد ناله عنوان تخصص إلغاء أهداف للنادي الأهلي ده هيخلينا نفكر هو ليه محمود سوقي ما خدش وقت في هدف الأهلي أو هدف ياسر إبراهيم في مرمى طلاق على الجيش ده إذا كان الأهداف الصحيحة اللي مش محتاج غير إنك تحدد آخر نقطة في جسم اللاعب المهاجم والجسم المدافع وتاخد خط ما حسبتهاش ده مش مرة لأ تعالوا نشوفه كمان في مغورات السامية كل بطرة بنفس الطريقة بنفس الخطأ بيحرم النادي الأهلي من هدف محقق ليه لأن محمود سوقي المنور تخصص إلغاء أهداف للنادي الأهلي نشوف الفيديو أدي قدم اللاعب هناك وراء أنا شايف أن يعني لاعب النادي الأهلي بعيد تماما عن التسلم هي مش دي اللي موجود عنده؟ لا مش هو مش عندهش البيرو ده هم عندهم تقنية تانية معرفش إيه التقنية بتاعته لكن هم تطلعوها بالشكل هم عندهم نفس الزاوية اللي احنا بنشوف منها دولة زواية تانية نفس الزاوية ما لقبوها والخطوط اللي منفوق أنا المجردة ما فاش أفصائية ده اللي أنا عايز أقول السيدة لا فاش أفصائية لأ أنا بالنسبة لنا هنا ما عنديش تسلم لبقى ما فيش مرافر المساعد هدف كمان بيلغى بواسطة محمود ديسولي عدوا كده الأهداف اللي بتلغى وعدوا رقلات الجزاء اللي بتلغى وتعالوا كلموني عن فكرة دوري وعن فكرة احنا أول نادي يخدنا الدوري لما اتطبعت تقنية الفار هي دي تقنية الفار؟ هي دي بجد تقنية الفار؟ لما يكون حكم مش عارف يزبط تسلل وقدامه شاشة ويقدر يراجع نقدر نقول ده تقنية فار؟ لما يكون حكم بيلغي لك حتى يزيل اللحظة تلات أهداف صحيحة دي تقنية فار؟ تقلمين أنا عامل زي اللي جبتلك عربية بس انت وبتعرفش تسوق كل شوية أقولك انت مش عايز تروح المشوار بالعربية وانا قصة ما بعرفش سوق هو ده الوضع بالزبط انتو بتحكمون على تقنية الفار اللي كانت تقنية فار على الورق بس طيب تعالوا بقى نشوف مباراة المقاولين الاهلي فاس 3-2 وكان ممكن يتعادل وكان ممكن يخسر نقاط وعمل اللي احنا بنقوله انه حاول ينتصر كمان على الأخطاء التحكمية كان حكم المباراة محمود ناجي وكان على الفار جهات جريشة نطلع ونشوف الفيديو ونشوف التعليق على المباراة دي بس هنا بص هنا هنا طبعا فيه دفع من لعيب نادي المقاولين لعيب النادي الأهلي أنا كنت مواطعك ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي وشوف القرة دي بس القرة دي ما تعددش دي الكرة اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الأهلي كان بيعترض عليها ان ولا حكم الفيديو ندا يعني من نوع اللي تنصر حاجة دي ضرب الجزاء دي ضرب الجزاء عندك لعيب النادي الأهلي بيجري وفيه واحد في ظهره مكمل في ايده اما تلاقي لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكملة ضرب الجزاء واضحة وصريحة كابتن جهات جريشة واعد على الفار شاف انها مش ضرب الجزاء بس كابتن جهات جريشة بتقنية عين الصقر كان شايف في مباراة برامد لمسة اليد على احمد سامي وعكس كل المحللين كان شايف ان هي ضرب الجزاء بصالح الزمالك هو ده كابتن جهات جريشة المباراة اللي جاية دي بقى مباراة فاصلة حاسمة توضح كل اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنقول فيه زدواجية معايير واضحة واسأل اي خبير تحكيمي واسأل اي حد فاهم قانون في كرة القدم وارد عليه الحالات دي والحالات دي هيقول لك ازدواجية معايير لكن وارد يكون الحكم في اليوم ده كان موفق وفي اليوم ده مع اللون المختلف كان غير موفق وارد لكن الحالة دي بقى جايب لك نفس الحكم قاعد على نفس الكرسي قدامه نفس الشاشة نفس الفريقين نفس المباراة نفس الكرتين بيحصلوا ولكن بياخد قرار مغاير نطلع نشوف رقل جزاء في مباراة الاهلي وامبي اللي قدر النادي الاهلي فيها وقتها يفوز على المنافس والتحكيم يعني هناك فرق ما بين الاحتكاك والمسك الاحتكاك شيء والمسك شيء الاحتكاك ان انا اكون بالعب ده كده مسك لو انت بسط لي دي كده دي بالضبط رقل الجزاء اللي تحسبت على الاهلي المسك ان انا ايه الاحتكاك هكون انا بحتك بجسمي بايدي اني انا وعايز اخد الكورة لكن ايدي انا كورة هنا وبلعب الكورة بالرجل اليمين وايدي الشمال بتشد كده ده بقى اصبح مسك ولابد انه يعاقب عليه هنا دي كانت تقول لابد انه تحتسب راكل الجزاء وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عشور ممكن ما شافهاش تفاصيل اللي احنا شايفينها دي كان لازم الفار يجيبه ويقوله شوفها الكابتن احمد الشناوي بقول محمود عشور يمكن ما شافهاش قدام الفار رجع برضه بقرار مغير عايزه يشوف اللي في الملعب يا كابتن احمد طيب برضي الحقيقة طبعا الحكم كان الكابتن محمود عشور وخلاص قلنا الكابتن محمود عشور منور معنا من الموسم الماضي ومواسم كتير الحقيقة لكن لو بنتكلم عن مواسم الفار فقط لغير وطبعا حكم الفار نادر امر الدولة اللي تقريبا كان مشغول في حاجة وقت ما كانت راكلة جزاء النادي الاهلي لمحمد شريف فما شافهاش هو شاف بس راكلة الجزاء اللي كانت مع سعد سمير اللي قدر يسجل منها امبي هدف لكن مباراة فاس فيها النادي الاهلي زي ما بقول على المنافسة فارس وعلى التحكيم بالفار وفيه يوم كان نادر امر الدولة فيه مش مشغول خالص مش مشغول خالص يعني كان راجل دقيق التركيز وتعالوا نشوف اصلا تركيزه ده كان صح ولا غلط مباراة الاهلي والسراميكا كلباتر اللي فوزنا فيها 4-0 وهدف ملغي للاهلي مين حكم الفار نادر امر الدولة نتلعون تشوف فين ايد اكش فين ايد اكش مش بين ايده مش بين ايده والتصوير الاخراج بقى هنا ما خدموش انه ما جابلوش كاميرا في ظهره لو الكاميرا في ظهر الراجل ده تولك الكورة فين بالزبط صح كده يا سلامة كابتن مكان صوت النعيب اللي وراء دي لو فيه كاميرا في الحد تدي بيتوري لك هتوري لنا توري لنا الكورة جاتفة ما ما جاتش طيب النهاردة الفار هل قدم دليل واضح للحكم بالشكل ده ما قدموش بالنسبة كبيرة اذا النهاردة حكم الفار اخطأ محترامي لي حكم الفار اخطأ ضللو يعني عاستيقول ضللو الدلو دليل ما يبقاش دليل اصلا يعني ما هو فين الدليل دليل ما جات فيديل نادر امر الدول هللي في الميبارات امبي كان لسه واسمي بيحكي لكم القصة بتاعته هو هو نادر امر الدولة اللي ضلل الحكم على حد وصف ابراهيم فايق واللي هو اخطأ على حد وصفة كابتن احمد الشناوي واللي هو كان مركز ومصحصح في حاجة اصلا هي خطأ هل فيه انسان طبيعي يعتقد ان ده صدفة هل حد يعتقد ان لعبة ما فيهاش لمسة يد واضحة وصريحة نادر امر الدولة يكون شايف ده فيها ويصمم ويستدعي الحكم فيها هل ده صدفة خصوصا ان احنا ورناكم مبارات امبي قبلها لو انت شايف ان ده صدفة طب انت راجل طيب زين هل بقى الكابتن نادر امر الدولة ما يستحقش يجي ينور معانا جنب الكابتن طريق ماجدي والكابتن محمود باسيوني والكابتن محمود عشور والكابتن سيد شعبان اعتقد يستحق لكن عندنا زي ما حصل في الدور الاول انت هتلغي لي هدف سيراميكا تلغي لي هدف في المقص هتلغي لي هدف سيراميكا في الدور التاني يبقى لازم تلغي لي هدف في المقص بدور كده نشوف الهدف الملغي للنادي الالي ونرجع نعق ده لحظة لعب الكرة ده لحظة لعب الكرة فين التسلل يعني انا عايز اعرف الرجل مع الايد هو ما رفعش المساعد ما رفعش المساعد فين التسلل والخط بعد كده احنا في الاخر يعني اعجب لكم الخط اللي هم عملوه انا مش شايفي تسلل ده الخط بتاع حضرتك ده بتاعنا احنا هنا دي لحظة لعب الكرة نعم هي والتسلل يحتسب بلحظة لعب الكرة نعم من زميلو هنا التسلل مش موجود يعني انا مش شايف يعني حتى الخط العمودي بس كابتن برضو اسمحلي يعني موجود طارق مجدي وموجود عطف حسين ده خط الفار بقى بص ده خط الفار اه ودي خط الفار قول لي فين التسلل يا كابتن اعتقد الكابتن طارق مجدي هو الايكونة بتاعت النور هنا الايكونة منوور تماما ان هو ما بيحسبش ركلات جزاء مش بس ما بيحسبش اهداف بحجة الاحتكاك حتى الاهداف الصحيحة لفكرة ان هو يحدد خط التسلل مش عاوز يحسبها وبيلغي هدف صحيح للنادي الاه عشان برضو نكون منصفين حكم الساحة الكابتن محمود عشور لكن هو غير مسؤول عن النقطة دي احنا بنقول لنا اقول لنا شفت احنا حقانيين ازاي برغم ان احنا طيبين بس حقانيين طبعا احنا عرضنا مفارقات توضح قد ايه كان فيه تناقض وزدواجية ولكن من المفارقات دي كمان كان اللقطة بتاعة كابتن ابراهيم نور الدين وصرعة كابتن محمد الصباحي في اتخاذ القرار انا بشوف يا اسامة ان اللقطة دي عارف انت لما تبقى عامل حاجة سيناريو كاتبه حلوة اوي فلازم في النهاية تكون عامل مشهد كده بيبقى الماسترسين بتاع الكصة بشوف سرعة محمد صباحي وبيحسب لصالح الزمالك عشان الفار يرجعوا وابراهيم نور الدين وهو ما بيحسبش بيشيلها للفار يشوف هيقول له ايه وما قال ليش خلاص الفار ما قال ليش انا عامل ايه بشوف ان ده الماسترسين بتاع الدوري التناقض في اللحظة دي هو اللي بيلخص كل اللي احنا قلنا ده ده دي لحظة من اللحظات بس بقناتك كلمت عن الكابتن محمود باسيوني الكابتن محمود باسيوني في مبارات الاهلي وبرامدز كان حريص كل الحرص ان فريق بيرامدز يلعب 11 لعب امام النادي الاهلي دونجا طالع برجليه وبيضرب حمدي فاتحي في لعبة تستحق الطرد الحكم محمد عادل ادى انذار فقط لغير عدالة السماء تغلبت على التحكيم هنا هنا بامشي الاهلي تغلب على المنافس والتحكيم لا ده عدالة السماء اللي تغلبت على التحكيم والفار هنا في مبارات الاهلي وبرامدز لان دونجا بعدها بتلت دقايق بالكتير كان عامل فاول يستحق الانذار التاني فبدل ما كان يضطر الطرد مباشر محمود باسيوني رفض ان هو يضطر الطرد مباشر عشان المبارات تمشي 11 قصة 11 فتيجي عدالة السماء وتهور دونجا ان هو يعمل فاول تاني يستحق عليه الانذار التاني فيضطرد شفتوا قد ايه الحالات دي لما بنحط عليها سبوت كده بيبان ان الامور مستحيل تكون صدفة اللقطات اللي بنتكلم عنها زي ما تكلمنا عن ازاي هدف برة نقطة خط المرمى بيتحسب في ثانية والحامل الراية اللي وقف في نص الملعب اللي مش عارف ازاي هو شافها جود بيجري بسرعة على دائرة السنتر على خط السنتر عشان يدي هدف في الوقت اللي هدف في ثلاث ثواني محدش بيحقق فيه لان الهدف ده من اللي جاب ده النادي الاهل اللي جاب وهنلغيه ايه المشكلة ايه المشكلة هنلغي الهدف لكن في لقطة تانية برضو مهمة مع مين مع الكابتن طريق مجدي اللي احنا قلنا ايه في مباراة الإسماعيل تجاهل راكل الجزاء مع محمد الحنفي برضو لجونيور اجاييه لا نفس طريق مجدي في مباراة السيراميكا مع المنافس استوحى راكل الجزاء واستدعى محمد الحنفي محمد الحنفي لو وقع مع مباراة سموحة والزمالك لما كان في طارق حامد بيد هس رجل جناح عبد الكريم ودي جناح سموحة في ديئة سبعة فتم استدعاء الحكم محمد الحنفي شاف من زاوية من زاوية تانية طافي دهس ما فيش درب الجزاء ليه؟ أصل الدهس المراضي في موسم 2020 2021 زي ما حراركم شايفين مباح داخل منطقة الجزاء لناتزة مالك زي ما قلت من بداية الموسم ان لمسة ياد دحم التوفيق في موسم 2014 2015 كانت مباحة ما احنا لازم ندي موسم كل موسم استثنى معين فنفس محمد الحنفي رجع شاف بعنيه الفار وخد قرار عكس الفار في ماتش السيراميكا مستحيل ياخد ايه؟ قرار عكس الفار وده اللي احنا قلناه فين في 13 أكتوبر 2020 مشاهد بتوضح قد ايه؟ في مشاكل وفي زدواجية واضحة جدا جدا للمعيين خدوا بالكم احنا هنا ده بنتعرض لسمة حكم ولا لشخصية حكم احنا هنا بننتقد فقط لغير مستوى حكم لو الحكم اللي احنا جبنا سرته وجبنا اخطاءه بقراء خبراء التحكيم راضي امام نفسه ان هو يعد يسمع الفقرة دي ويشوف ان هو كان موفق او كان بينفذ او بيطبق قانون لان الكابتن محمد الحنفي في مباراة الزمالك والسراميكا رفض يطبق القانون لان ابو جابل لما طلع ضرب الكرة بيديه يستحق طرد بس هو ده فرصة جات جول واعتقد كان اسعد واحد في الملعب انه جات جول الكابتن محمد الحنفي ليه؟ جول واحداشر وساط حداشر هيسهل تعويده زي ما حصل لكن طرد وتعادل وعشر وساط حداشر الامور هتبقى صعبة والجول بيلغي الطرد بس ما ربقش القانون في ايه وارجعوا لخبراء التحكيم ان الكابتن محمد الحنفي كان يجب ان يمنح انذار عقوبة ادريا لابو جبل ولكن الكابتن محمد الحنفي رفض تضييق القانون وجايين تقولوا اول موسم بيتطبق في فار انتم ابطال الدوري مبروك عليكم الدور سامة انا كنت فاكر فعلا ان انت بتقول جملة انا طيب زور لا انت طيب فعلا انت تعتقد ان كل الحكام اللي عملوا ده هو مستني يقعد يراجع نفسه ويقايم اداءه يعني انت شايف محمود سوقي في قراراته وفضل ياخد مباراة بعدها جهات جريشة في مباراة بيرم تزيطلع رئيس الاتحاد نفسه بعدها بعد خطأ لصالح الزمالك في لقطة يد احمد سامي ويقول ايه ويقول جهات جريشة مش موقوف محمود عشور بياخد مباراة بعدها زي ما انت قلت تاني يوم كان بيحكم للنادي الاهلي في مباراة امبي هل تعتقد ان دي حكام مستنيه تقييمها طبع الاقل تستنى اقاربها يقيموها يعني على الاقل تبقى شايف اداءك بالشكل ده هتكون راضي عنه هتكون راضي عنه ايه الفايدة اللي انت خدتها مش فاه تضحك ليه عشان انت مش فاه بعيدا عن كل اللي قلناه انت عايز تعمل مش فاه بعيدا عن كل اللي قلناه فيما يخص النادي الاهلي تخيل على طريقة كله ضرب ضرب يعني ما كانش كفاية اللي حصل مع النادي الاهلي لأ كان المنافس بيستفيد رسميا بقراء خبراء التحكيم ب13 نقطة نتيجة اخطاء تحكمية نعرض الجدول مش هنستعرض معاكم المباراة نعم الجدول الموجود اللي حابب يرجع له في اي لقطة بخبراء التحكيم يجي لنا عشان خاطر نفهمه ونقوله يعني رأي خبير التحكيم ايه بس ايه مش هتفرق لان فاكر لما تقال احنا ما بنعرفش النام واحنا محسوب لنا قرار مش من حقنا اعتقد الناس طلعت بتنام في سابع نومة لان مش النوم بس بتاع القرارات لأ نوم حاجات كتير جدا هو اللي زي ما قلنا كان حدد وجهة الدوري الموسم الحالي بص عشان بس نكون امناء نادي الزمالك اتظلم هذا الموسم المفاجأة في مباراة اسوان ما تحسبلوش راكل الجزاء دي المباراة الوحيدة اللي التحكيم كان فيها على نادي الزمالك ما دون ذلك فاليكم كان في تقنية فار كان في تقنية فار فاليكم عدد النقاط 13 نقطة لو قلنا النقطتين اللي اتقصموا من نادي الزمالك ورات اسوان يعني 11 نقطة ولكن لو تتذكروا وامتابعين وانا اعتقد ان انتم تابعين بدقة لبرنامج الالي خط احمر قلنا هنا لما جبنا تصريح الكابتن ايمان يونس وقال انا مش معايا فلوس وعلينا 30 مليون جنيه عشان قائد اللعبين وكلمت لأستاذ عمر الجناني قلت له مش هدفع ولا جنيه فالأستاذ عمر الجناني قال له ابعث القايمة هأيدها لك وده طبعا مش اول موسم يتم قيد اللعبين والزمالك عليه ديون ولا اول موسم الزمالك ياخد ترخيص يشارك بها في دولة ابطار افراقيا وهو عليه مدينيات باعتراف حتى المسؤولين في نادي الزمالك مش دي القضية خالص القضية ان احنا طلعنا هنا قلنا احنا مع دعم اتحاد القرى لنادي الزمالك ومع الاستثناءات كلها لنادي الزمالك واحنا بنقف جنب نادي الزمالك بس محدش يقول اتحاد القرى اهلاوي احنا في الحلقة دي بنقول ال 11 نقطة اللي خدهم نادي الزمالك احنا معاهم وكل موسم ادوهم 11 نقطة باقطاة تحكمية ما عندناش ادنى مشكلة ودعم مننا لنادي الزمالك لكن المشكلة الحقيقية اللي عندنا ما تاخدش اي نقطة من حقنا دون وجه حق لو استمر التحكيم بالشكل ده لاي مواسم اخرى فبالتأكيد بيعرض التحكيم المصري الهزة كبيرة جدا وانا رافض كل اللي بيطلع يقول كلام منمك عن ان التحكيم المصري بخير لان التحكيم المصري والله العظيم ما بخير يا عسر ما بخير نشوفكم بعد الباصل ارجعنا لكم وفقرتنا الاخيرة من الاهل خطة احمر وعشان احنا شايفين الصورة كاملة مش هنمسك في جزء ونسيب المشكلة الكبيرة وهي اتحاد الكورة برئاسة احمد مجاهد واللجنة السلسية بالكامل لا استسمي احدا وانا اعنيها اتحاد الكورة كان ليه مواقف اضرت بالنادي الاهلي اتحاد الكورة كان جاي يسير اعمال في اجندة واضحة اعتقد اللي اتعمل بيانة اتحاد الكورة بعد الازمة اذا كانت هتحسن ازاي البطولة اتحاد الكورة خرج وقال ان في مباراة فاصلة هتقام وده كان في عشرين ابريل قال ان مباراة فاصلة هتقام لتحدد بطل تسعة وتسعين بس ايه اللي حصل يا وسلم اللي حصل ان تم تأجيل المباراة دي لان حصلت احداث في الدوري الممتاز مرتبطة باحداث دوري تسعة وتسعين المفترض اللايحة كانت بتقول ان اللعيبة اللي يتم اقافها في درجة من درجات الشباب يكمل المسابقة للنهاية قبل ما يلعب مع الفريق الاول وما ان كان فيه مباراة فاصلة ولعب سيف فاروق جعفر مع الفريق الاول فكان القراري تاني ايه انا قلت ان النهائي عشرين ابريل انا هلغي عشرين ابريل ويبقى كده البطولة بتاعة تسعة وتسعين اللي انتوا عايزين تاخدوا بيها نقاط مباراة الجيش امام الزمالك لا مش هتاخدوها ونبقى خلاص مفيش اصلا بطولة وبقت المسابقة فارس من وجهة نظر البشمهندس احمد مجاهد اللي في كل تواجد ليه في اي موسم هو تنشيطية شاف الدورة بتاع التسعة وتسعين دي تنشيطية وبالتالي انتوا جايين تكلموني في يا جماعة دي ناس كانت قاعدة في البيت نطلع نسمع تصرحات البشمهندس احمد مجاهد اللي بيخرج من الازمات بكلام جلسات نشوف البديو ما هيش بطولة بالمعلومة هي موليد تسعة وتسعين اساسا ما كان يجب ان يكون لهم مسابقة من مسابقات المراحل السنية في السنة دي فقالنا هنستكملهم مسابقة تنشيطية من دور واحد المسابقة اللي مرسل شروطهم لون امتكلم على تسعة وتسعين امتكلم على تسعة وتسعين لون تسعة مسابقة تنشيطية للجلين اللي هم تسعين وتسعين واحد المرحلة التانية من المسابقة اللي كانت مرسلة من بداية السنة دور تاني كان المرحلة التانية دي كانت من دورين بصوا بقى انتوا هتجيبولي اللوايح وتقولوا اللوايح بتقول طب انا شيل اللوايح دي انا هلغلكم المسابقة دي وقاللكم المسابقة دي ما كانش لها لازمة ما انا رئيس اتحاد القرى وانا رئيس اللجنة السلسية وانا اللي بادير لجنة المسابقات وانا اللي بادير لجنة الحكام وانا اللي بصحى الصبح كل يوم انزل جدوى المختلف وكل يوم انزل عقوبة مختلفة واشيل العقوبة وقول عصل العقوبة دي بيمثل مصر ثم تراجع عن كلامي انا اللي بعمل كل حاجة في القرى المصرية لما بقوم من نوم وحسب ممزاجي جبني هنزل جدوى للنهاردة في السوبر بكرة هشيل السوبر ليه عشان انا مزاجي كده ده فارس البطولة اللي اتلغت بكلام جلسات عشان فيه قرار كان المفترض يتاخد ضد سيف فاروق جعفر اللي شارك في مباراة الزمانة سيف فاروق جعفر وامام عشور ولكن حنوقف تحديدا عند سيف فاروق جعفر لان كان ليه ازمة لما شارك في مباراة طلاعي الجيش وكان موقوف بنص اللايحة زي ما هنستعد بس الاهم من كده عايزين نعرفكم ازاي كانت بتدار الامور من اتحاد الكرة على لسان كابتن فاروق جعفر نطلع نسمع الفيديو ده سيف موقوف ازاي يلعب برضو عشان نطم من الزم الكوية ونطم من جمهورنا وحبيبنا ان الجواب ده جيه النهاردة كابتن خالد لنادي الزمالي لنادي الزمالي وانا عبعته دلوقت الكارم عشان ينزله على كلمت احمد مجاهد وفعلا يعني كان عنده استجابة عالية جدا يعني بغض النظر عنه كلمت وانا عبعته لمحمد كارم وانا معه تليفون بعت بعت الجواب للنادي المسموح للعيش تلعب معي المهم كابتن طارق يحيى وخالد الغندور اي حد بتفرج على الفيديو الاحظ ان هما بيحاولوا يغلوشوا على كابتن فاروق جعفر وهو بيقول انه هو كلم كابتن احمد مجاهد وهو معاه على التليفون راح باعت شال الاقاف تخيلوا الاعلام وكل حتة اللي اتقلبت على كابتن ساد عبدالحفيز لتصريح مغلوط وتحرف يخص جاد جريشة وكابتن فاروق جعفر بيقول انه بيكلم رئيس اتحاد الكرة بيخليه يشيل الاقاف وهو على التليفون معاه باعت الايميل تصريح كافي في اي مكان في العالم انه يتفتح فيه تحياتك لا 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 كابتن فاروق عايز يلعب ابنه كابتن احمد مجاهد مش هيرضى يلب رغبة اب اكيد هيرضى رغبة اب ويلعب عايز سيف يلعب يلعب سيف عايز الجواب الجواب هيجيلك حالا الليحة هنلغي البطولة لكن الغريب اصلا وهما بيتخذوا العقوبة اللجنة السلسية كانت اول مرة تحصل في التاريخ ان بيتم الاعلان عن عقوبة مع الاعلان عن استقناف النادي ازاي ما عرفش يعني المفترض ان انا اعلن العقوبة ثم استقبل استقناف النادي التاريخ ده كان كام 13 ابريل هاتلي بقى الصورة اللي بعدها كده لما نادي الزمالك اتحط في ورطة وبدأ يقولك احنا استقنافنا على القرار كان تاريخ استقناف نادي الزمالك 16 ابريل لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله الاستقناف عند اتحاد القرى كان جاي لهم 13 ابريل بس نادي الزمالك مطلعه تاريخ 16 ابريل واللي بيأكد على كده الصورة اللي بعد دي صورة اتحاد القرى اللي بيرد على نادي الزمالك يوم 17 ابريل طب موقف بقى اللاعبين نفسه ايه كلايحة اللايحة بتقول ايه يا اسامة في اشراق اللاعبين ان خلاص مايلعبش لما ينهي مسابقته هي بقى دي اللاعب الموقوف لمباراة او اكثر في اي مصابقة للمراحل السنية لبطولات الجمهورية شباب والنشئين سواء المقايد او المصاعد الي يطبق علي الايقاف في نفس المسابقة الموفية ولا يحق اللاعب له في اي مصابقة من مصابقات المراحل السنية بطولات الجمهورية ودور القطاعات الا بعد انتهاء الايقاف هل هو استكمل مدتو في تحب لا ما أنا لغيت لك المسابقة يا فارس ما حننركز بقى ما تبقاش طيب طول الحلقة لغيت لك المسابقة فبالتالي ما تجيش تكلمني في لوائح زي بالزبط لما تيجي تقول لي أنا عايز تحكيم أجنبي هقول لك أنت من حقك فعلا تجيب تحكيم أجنبي بس لو أنا وفقت إيه اللايحة دي؟ إيه اللايحة دي؟ يعني إيه بتديني الحق إن أنا جيب تحكيم أجنبي لو حطيت الفلوس قبل 15 يوم وبقالين بتقول إيه ده في حالة موافقة اتحاد الكرة طيب إحنا بنعمل إيه كده؟ في نظام لازم يتغير طول ما اتحاد الكرة بيدار بهذه الكيفية بالتأكيد النادي صاحب المنظومة النادي صاحب اللوائح في مصر هيعاني وهو النادي الأهلي ده كان إدارة لبعض الأزمات لكن إحنا عندنا تصريح واضح جدا جدا يوضح لنا هي أصلا ليه في كل وجود للباشمهندس أحمد مجاهد في أي موسم 2018-2019 تلاقي فيه صراع وأزمات وفيه ضغط على النادي الأهلي المسم ده صراع وأزمات وفيه ضغط على النادي الأهلي الفيديو ده يمكن يوضح لكم طول عمري بخدي من الناس وأولهم نادي الزمالك لا لا عمرك ما خدمت والله خدمت نادي الزمالك أخذ بالله أنا معايد أحمد علي الساعة 12 إن ربع مساء حظر تجول لا 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 هلعب في أفريقيا عندك موعيد يا أيام حضرتك أيام حضرتك أحمد سمير فارد حضرتك بعدت عشان التوقعات ما تعملتش بال80 ألف جنيب طول القيد أيدنا لحضرتك عمر جمال آخر يوم في قيد أفريقيا عمر جمال فيه رسوم سبعمائة وشوية ألف للزمالك إحنا ما قفناش القيد عشان الزمالك يهل حيات في أفريقيا ده مش كلام مرسل وتقدروا ترجعوا ليه أحمد سمير فارد بالفعل اتأيد في مارس اتفتح له فترة قيد خاصة بالبشمهندس أحمد مجاهد في خدمته لنادي الزمالك بس أنا مبسوط بحتة إن أنا عندي المبدأ واحد وكابتل أحمد مجاهد لا يغير أبدا مبدأه من أيام رئيس مجلس الإدارة السابق لحد رئيس مجلس إدارة الزمالك الحالي وهو بيغدم نادي الزمالك باعتراف رئيس نادي الزمالك الحالي نطلع ونشوف ألي عن خدمات كابتن أحمد مجاهد يعني بجد المهندس أحمد مجاهد أنا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتعاد الكور دي نمرة واحد أما بيبقى فيه مباريات زي اللي كل الناس بتقولها برضو أنا أحبها بقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط بس دي حقيقة أو فاكت لازم أقولها إن مثلا في حكاية أما كان فيه مباريات مضغوطة لنادي الزمالك لا إحنا تسألنا وإحنا بالتالي سألنا المدير الفني بتاعنا وكان رأيه إن أنا كم من المباريات طبعا كل من يعني احترامي دي الجماهير من قاطع النظير بس هو بيبصلها من وجهة نظره إنما ميستر كارتيلون كان بيبصلها من ناحية الفنية البحث شابو شابو كابتن أحمد مجاهد برافو عليك قدرت الموسم أكتر واحد خدمت الزمالك حقاقت أهدافك شابو مرحبا فيها دف واحد ما حقاهوش إنه يحرم النادي الأهلي من تحقيق دوري أبطال أفريقيا زي ما حصل في موسم 2018-2019 لما كنا بنلعب 48 ساعة في أرض اسكندرية بركة ميا عشان نروح ندقل من صندونز 5-0 النهاردة ما قدرش يحقق هدفه ده حقق هدفه في الدوري المحلي كان زميلي فارس بيقول لي وانت لابس سود في سود النهاردة ليه ما قلتلوش هو يتفاجئ دلوقت على الهوى إنه في سنة 2018 تقريبا من 3 سنين الكابتن سيد عبد الحفيز كان قاعد كده في الستوديو وقام وقف دقيقة حداد على التحكيم المصري بعد 3 سنين جايين نقدم التقبين دي كانت آخر فقرات حلقاتنا النهاردة نشوفكم في حلقات جديدة والأهلي خط أحمر سلام